موسيقى هياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الحلقة التي تم تسجيلها لينا على غير العادة تحدثنا في هذه الحلقة عن أحداث الجولة 13 من دوري روشن السعودي عن الفوز الصعب لنادي الهلال على التعاون عن تعامل جيسوس مع الغيابات الكبيرة اللي عانى منها الفريق عن متروفتش وتألقه في مثل هذه المباريات أيضا تحدثنا عن تعامل شاموسكا واللعب بخمس مدافعين ضد خصم مثل الهلال أيضا تحدثنا عن إقالة نونسانتو عن أيضا هاتريك كريم بن زيمة في المباراة اللي تفاز فيها الاتحاد الأربع اثنين عن مشاكل الاتحاد ومستقبل الاتحاد قبل الشهر من منديال الأنديو في ظل هذه الظروف دار بيني وبين عبد الله كده نقاش حاد حول كورنادو خل كورنادو اللاعب الأمثل للاتحاد في هذا التوقيت في واحد قال ليه في واحد قال لا وأيضا تحدثنا عن مستويات المميزة اللي قدمها النصر مع كاسترو التألق الكبير ودور رونالدو كقائد في المنظومة والفريق تحدثنا عن المرونة التكتيكية ومرونة اللاعبين النصر تحديدا في التعامل مع الأدوار المختلفة اللي طلبها منه والمدرب عن تعامل كاسترو مع الغيابات والإصابات أربع خمس لاعبين الفريق لا يتأثر رايح في سلسة انتصالات متتالية برضو تحدثنا عن نادي الأهلي تعثر للجاب بعد مكان الأهلي متقدم 2-0 على ضمك فجأة لقى نفسه 2-2 في آخر الدقائق عقلية اللاعب الأهلاوي في التعامل مع هذه المباريات هل يصلي يتحمل هذه المشكلة أو اللاعبين يتحملونها هل فعلا سامك سيمان اللاعب اللي كثيرة إصاباته في الجولات الماضية هل فعلا اللاعب عنده إصابة مزمنة والجايس تحامل على نفسه برضو تحدثنا عن مستقبل الأهلي ومدى تطوره في الجولات القادمة حب أشكر رعاتنا شركة صفا وتطبيق محلي أما الآن نترككم مع الحلقة حياك الله يبا علي اليوم ما في صباح الخير اليوم في مساء الخير صحيح يعني كناه المرة سجل ليل ومشتي لعلك مشتي بدري أبو عالية في تغييرات عديدة في الحلقة تمام بس أنت حنا مسهرناك شايب أنت أتنام بدري تقوم بدري أخاف عليك لا لا ما عليك في سبيل العمل عادي كله هون طيب جولة خلينا نقول لك ما صار فيها أشياء غير متوقعة باستثناء خلنا نقول خسارة الشباب من المتذيل ترتيب في وقتها الرائد وفي نفس الوقت من انتصار هلالي استمرار سلسلة انتصارات الهلالية الـ 11 التواليا واستمرار برضو لانتصارات النصر المتسلسلة باستثناء الحالة اللي تعادل فيها مع ابها الفريق يسير في نسق جدا وممتاز تكلم برضو عن الحدث الأكبر أو الأبرز إقالة نونسانتو من تدريب بلاد الاتحاد والبداية اللي بداها الفريق بعد نونسانتو بها ترك بنزيمة وارباعية ومباراة كده جميلة تبين لك قديش عرفت اللي لما تيجي يقالة لا تحكم على الفريق بعد اللي قالة يجيك كده الفريق مستحيل يخسر ما تريد ما يجي تشوفك كانك ما انت معتبر تعادل الأهلي مفاجأة لسه نحن بتكلم عن الأهلي انت بتورطني من جمال الأهلي برضو تعادل الأهلي اللي كان صلاحا يعني مش مفاجأة بقد ماهو طريقة المباراة السيناريو حق المباراة ممكن لو قلتني الأهلي وضمك أو ضمك والأهلي في عسير في أبها بقول لكم براءة صعبة على الأهلي خصوصا بالظروف اللي مر فيها الأهلي ولكن من السيناريو مر فيها براءة ما كنت صراحة يشوف بالضبط يقهر وتشعر ان كده خلي خليها في الحلقة عشان ما ناخذ الأمور في غير سياقها طيب كيف شفت الهلال والتعاون تقريب قمة الجولة صحيح يعني اعتقد انه واحدة من مزايا التعاون هذا الموسم انه كل المباريات اللي بيلعبها امام الانديا اللي اعلى منها في الامكانيات وفي المستوى وممكن حتى في مركز الترتيب زي مباراتها مع الهلال دائما بيعطيك قيمة يعني تحس انه قدامك في رقب يتعبك في أرض الملعب عند اسلوب لعب واضح عند منهجية واضحة مع شماسكا هذا الموسم هو مطب كبير جدا بالنسبة للهلال انك تسافر الى الهند وتلعب ضد ممبي وترجع تلعب مع التعاون اللي طوال الاسبوع مريح وقاعد يجهز ويحضر للمباراة وغير اسلوبه من اجل ان يواجهك في هالمباراة في غياب روبين نيفيز سافتش علي البليهي غياب المستمر لنيمار اعتقد ان الظروف كانت صعبة بالنسبة للهلال ولذلك الخروج بما اكسب ايا كانت الظروف المستوى احداث المباراة هذا هو المهم بالنسبة للهلال ثلاث نقاط اخرى تحطها في رصيدك لانه بالنسبة للمنافسين واقرابهم هو النصر هذه واحدة من المباريات اللي هو ينتظر انه انت تتعثر فيها فبالتالي يقلص فارق النقاط لكن انك تكسب الجول الجاية بتكون ضد الحزم وتذيل جدل الترتيب معنات انه عندك فرصة كبيرة جدا انك تدخل مباراة كسر العظم اللي راح تكون في واحد ديسمبر بين الهلال والنصر وانت على اقل تقدير عندك فارق اربع نقاط اعتقد انه بالنسبة للهلال قبل ما نتكلم عن التفاصيل المهم بالنسبة للهلال انه كسب هالمباراة وحط ثلاث نقاط في جيبه باي طريقة ان كانت تعلم الصعب الاندي تلعب معها وكيف لو تلعب معها بهذه الظروف اللي انت مار فيها وفي نفس الوقت انت تبغى تحافظ على الاربع نقاط فارق الاربع نقاط هذة اللي انت كسبت او اخذت الادفان تجهارها من فترة طويلة لما تشوف الهلال يبو علي تقريبا من مباراة ضمك من بعد مباراة ضمك 11 مباراة اشيك ماراة تسكة من بعد مباراة ضمك لو تلاحظ الهلال تقريبا 11 مباراة تتكلم عن 11 فوز 11 فوز فيدي فيها 10 مباراة كلينشيت استقبلت فيها هدف واحد مباراة واحد بس استقبلت فيها اللي هي مباراة الاهلي تكلم عن تقريبا 28 هدف سجلت استقبلت فيها هدف واحد يعني معدل تسجيلك يجي 2.6 تقريبا في المباراة الواحد لو تاخذ السياق الزمني الكامل موسم الهلال مع خيسوس 90 يوم تقريبا 19 مباراة سجل 50 هدف واستقبلت 9 هدف معدل تسجيل عنده أكثر من هدفين في المباراة الواحدة هدفين ونص أكثر من هدفين ونص من باراة الواحدة وبرضه معدل استقبال الأهداف أقل من نص هدف المباراة الواحدة والفريق الأكثر تمرير الأكثر استحواذ الأكثر خلق للفرص الأكثر خلradنا نقول حتى الأكثر ما عد فيه شي أكثر أقناعا لا مش أقناعا هذه وراء فيها وهيها وعليها تشوف هذا كله اللي تصير فيه هلال في حالة تغيير صارت يعني هذا الشيء اللي صار من بعد مباراة ضمك الحال الاستنفار الكبير للجماهير اللي صار وقتها والضغوطات هيزادت على لعيبه وخلت بالنافل يطلع في التويتر ويتكلم هدوا يا جماعة خلونا نكمل مسيرة بعد ضغط كبير سواء من اللاعبين السابقين من جمهور من إدارة أو إدارة من أعضاء شرف سابقين يعني حس الوضع كان مكركب تحس فيه شيء غلط للهلال بعد 11 فوز وش اللي تغير في الهلال في هذه كلها لما تشوف الهلال ما قبل هذه المباراة معاناة في الدفاع معاناة بدون كرة معاناة لما يفقد الكرة الفريق حرفيا تشعر أنه مشلول يلعب في جهة الجهة هذه تقريبا هي 90% أو 75% منها لجمهور تكون في الجهة اليسرى الجهة اليمين تعتبر مشلولة تماما الفريق برضا لما يفقد الكرة والفريق الطرف اللي صار أو ماسك اللعب أو ماسك اللعب في طرف اللي صار يلعبها الخاص مع رطل في الجهة الفاضلة اللي هي يمين ومنهاك يبدأ يعمل التحول ولا في عملية ضغط مانتومان مثل ما يحب خصونا ينتهج ولكن التغيير أعتقد اللي غير كل هذه الأشياء وحل مشكلة الحال الهجومية وخلق الفرص وحل برضو مشكلة استعالة كرة ووقت التحولات هي لما تكسب الملعب بالي نصين بتشوف بونو نفس متروفج هذا تقريبا هو الخط اللي يقسم الملعب من يمين للإسار الجهة اليمين فيها أربع لعبين وجهة اللي صار أربع لعبين نتكلم عن كوليبالي سعود قدامهم مالكم وعلى الطرف ميشيل في الجهة اللي صار تلقى الشهراني مع البليهي وقدام تلقى سالم الدوسري وبرضو سفج فتقسيمة الملعب هذه لما قسمت الملعب للصين خلقت أربع لعبين أربع لعبين صار هذا ساعدك إن الفريق ما يكون مشلول من جهة وجهة ما فيها أحد وهذا يضرك حتى في الحالة الدفاعية برضو هذا الشي لما تشوف نفز وقدام مالكم ويسار سفج الثنين اللي يعطون دوره في جومي وبعد هجومي أعطى ريحية حتى سفج مساء تحرك للعمق أو الأمام وقدر من خلال أن يسجل هدفه على الأهلي أعطى شوي أعطى المكان الأنسب لسفج أو الطريق الأنسب ومثلة لسفج أنه يلعب فيها أنه يكون قريب من خطة 18 أو قريب من الثلث الأمامي الحالة اللي ما كان فيها سفج مثالي لما كان قريب من نفس وما كان يظهر فيها بصورة مثالية فأنت حلت مشكلتين مشكة سفج يلعب في مركزه مشكة العملية اللي فيها شلل في جهة عن جهة وهذا الشي كان واضح وجلي في الهلال تحديداً لما كان نيمار يلعب لما كان فريق مائل كثير للجهة اللي صار المشكة الثانية اللي حليتها أنك الفريق بتكسيمتك هذه لما وزعت الاطراف في الملعب أو خليت الفريق متزم في الملعب كل واحد في مكان يغطي مربع أنت بهذه الطريقة قدرت منك استعادة الكرة تكون سريع الفريق متوزع صح يعني موز مائل لطرف على طرف فيكون عملية المانتومان الضغط العالي سهل جداً تأخذه وتعمل الضغط اللي من خلاله تقطع الكرة في أول خمس أو ست ثواني وبرضو عمل خلنا نقول التغيير اللي تكلمنا عن سابقاً وبنعيدها الآن لأنه امتداد لهذا الكلام أنك تشوف قديش إذا كانت الكرة أو الهجمة من جهة سعود عبد الحميد تلقى الشهراني ينزل محور مساعد لنفيز ليه؟ عشان لو انقطعت الكرة التمرير الأمامية هذه الكل يبالي عاطوا لأنها يضغط في أعلى نقطة التمرير القطرية اللي تروح من جهة لجهة هذي يقدر نفذ يأخذها أو حتى الشهراني بحكم أنه قريب ما يفتح الشهراني الملعب يسار ويصير فاتح الملعب وفريق فاتح الملعب من الجهتين لا اللي يفتح الملعب في الغالب سالم الدوسري وسافتش هنا يعطيك الزيادة العادية في منطقة الجنزاء والكرة من المين وهنا تقريباً هو التغيير اللي صنع خلنا نقول الهلال اللي لعب آخر 11 مبرة اللي مستقبل لهدف واحد اللي سجل 27 هدف اللي ينتصر فيه كل 11 مبرة هذه وخلنا نقوم متصدر للدوري ودوري الفتراسي صحيح يعني هي فترة ذهبية قاعد يمر فيها الهلال لكن إشارة للنقطة اللي ذكرتها يا أبو عاري هذه يمكن واحدة من حسنات غياب نيمار عن الفريق لأنه كان نفس المركز اللي أنت تتكلم عنه اللي هو اللاعب الوسط اللي ميل ناحية اليسار هو كان نيمار يعني نيمار يحب دائماً يلعب على الجهة اليسرى بالملعب بالتالي يصير في تداخل ما بينه وبين سافتش صحيح في غياب نيمار خلاص المنطقة اللي خلينا نقول عليه سار مالكم إليين سالم الدوسري المنطقة هذه تقريباً اللي يتحرك فيها بشكل رأسي هو سافتش أيضاً على الجانب البدني لما يكون موجود عندك نيمار معناتها أنت عندك لاعب أقل شراسة في الضغط أقل خلينا نقول قوة في استرجاع الكرة مرة ثانية سافتش يفرك كثير عن نيمار على الأقل في الجانب البدني فبالتالي كلها تضافرت مع بعض ترى يمكن نغفل إبوه عالية أنه فترة الإعداد بالنسبة للهلال ما كانت مثالية بسبب أنه أنت مهما هو بشي طبيعي ولا معتاد أنك تقريباً في الأسابيع الأولى من إعدادك للموسم تلعب بطولة تنافسية مثل كأس الملك سلمان الأندية العربية كل ثلاث أيام مباراة مستوى عالي جداً الأندية اللي تلعب ضدك سواء كانت أسابيع أو أفريقية تتعامل معك على أنه أنت الهلال وعندك هذه الكوكبة من النجوم فبالتالي تلعب مباريات قوية بدنياً معاك رتمها عالي 120 دقيقة بالضبط يعني فما كانت فترة إعداد متالية عشان كده أفريقيا خده وقت لما ورانا أفضل شكل على الأقل في الجانب البدني على المباراة نفسها عالية في تفاصيل تكتيكي رسم تحرك لاعبين في تفاصيل ثانية ما تقدر أنه أنت تغفلها بأمانة قبل المباراة كان في لقاء سريع في الفلاش انترفيو مع شاموسكا سؤال كيف تحضيركم المباراة قال نصاً تكلم عن المنتاليتي الجانب العقلي كيف أني أنا مفروض أني مهيئ لعيبتي أنه هذه مباريات تكسب من خلال التركيز من خلال الذهنية من خلال الاستعداد الذهني اللي مثلها النوع من المباريات ما بعد المباراة أشترا في المهدياوي كابتن نادي التعاون تكلم وقال أنه نحن لعبنا مباراة كويسة بس في لحظة معينة غفلنا الهلال خطف المباراة رأي شاموسكا ورأي أشرف المهدياوي الاثنين يتكلمون عن خطورة التعامل مع الهلال في مثلها النوع من المباريات كفريق يقدر أن يركز إلى دقائق المباراة الأخيرة يعرف يخطف منك المباراة حتى لو ما كانت المباراة مثالية بأمان الهلال بدأ المباراة بشكل رائع جداً كان يضغط من بداية كان فيه ممكن فيه دقيقة الأولى من المباراة كان فيه كرة خطيرة من مالك مشالها عون السلولي من على خط المرمو وظل الهلال يحاول طوال المباراة تحديثاً عن طريق متروفتش بعد ذلك سجل من موقفين ثابتين لكن خلينا نرجع لشاموسكا اللي أعتقد أنه خذ قرار في المباراة في ظنينا ما كان قرار موفق ضرب التعاون كثيراً نوعاً ما سهل المباراة على الهلال لما أنت تحاول تدرس الهلال كمنافسك في المباراة واضح أن الهلال عنده نقطة ما بقل نقطة ضعف بس عيب أنت تقدر أنك تشتغل عليه وتبني فريقك بناء على العيب هذا اللي موجود في الهلال في كل المباراة الماضية الهلال لما يحاول يبني كرة من الخلف يبنيها يبعلي بلهي على اليسار كل يباري على اليمين رب النفيس يسقط ما بينهم الاثنين اثنين من الثلاثة هذول ما كانوا موجودين في المباراة ما كان علي بلهي حسان تنبكتي وما كان رب النفيس كان عندك محمد كنو وفي المركزين أنت تتكلم عن لاعبين أقل من البلهي ورب النفيس على الأقل في نقطة بناء اللعب يعني البلهي رجله يسار يطلع بالكورة تمريراته اللي ما بين الخطوط ممتازة متعودة أن يلعب في هالمركز ومعتاد على المنظومة اللي موجودة معه فبالتالي مغري جدا بالنسبة لكنك تضغط عليهم ناصر الدوسري واحد من اللاعبين اللي لما يلعب وظهر المرم المنافس يعني لما يكون معطي وجه ياسين بونو أو محمد كنو ترى ممكن أنك تضغط عليه في ظهر وتفك منه كذا كورة في المباراة شاموسكا قتل الفكرة هذه حرفيا لما قرر أن يبدأ بخمسة ثلاثة اثنين المشكلة أبو عالية ما كانت في الخمسة بقدر ما أنها في ثلاثة اثنين لأنه كان يلعب خمسة مدافعين نزل عون السلولي مع جيرته ومع وليد الأحمد لكن في تركيبة الوسط كان يلعب أشتر في المهديوي ستة باحسين على يمينه الفارو مدران على سارة وماتيوس مع جواه وبدرو كمهاجمين فبالتالي أنا لما أجي أضغط على الهلال في مرحلة بناء اللعب أنا أروح أضغط بثنين ماتيوس جواه وبدرو فأنا قاعد أقابل ثلاثة وراهم حارس مرمو وناصر ينزل يستلم في أحيان كثيرة قريبة منهم فبالتالي الهلال عنده زيادة عددية واضحة عليك فأنا ما أقدر أضغط على الهلال في ثلثة الدفاعي وما أقدر أفك الكرة في مناطق فبالتالي أنا باستقبل اللعب طول الوقت وبحرم نفسي من فرصة أن يقطع الكرة في نقطة متقدمة ليش قلتك العلة ما كانت في الخمسة كممكن ألعب خمسة أربعة واحد أني ألعب بمثورين أشرف ومدران وعلى الطرف اليمين ماتيوس وعلى الطرف اليسار موسابار وقدامهم جواه وبدرو فبالتالي في حالة الضغط أنا لأني مؤمن بخمسة في الخلف أنا ممكن أضغط بثنين ويزيد معاهم واحد اللي هو مثلا جواه بدرو يكون هو كلاعب في إقود عملية الضغط مع الطرفين وأمن بثنين أشرف ومدران فكانت صراحة يعني في ظني أنه تركيبة غريبة جدا من شاموسكا في المباراة سهل على الهلال نوعا ما هالموضوع والهلال كان عنده يعني عيب واضح في هالنقطة نتوقع لو قابل أندي ثاني مستقبلا بنفس التركيبة بيبانا أنك كان وناصر ما بحسن ثنين يطلعوا لك الكورة واستقبل التعاون في ظني اللعب أكثر مما ينبغي في المباراة ولذلك كل فرصة اللي أنت بتحاول تتذكرها كفرص خطر للهلال في المباراة هي عرضية بيش كثنا حق تسالهم يعني أغلبها كانت عرضية معناتها إيش أنك انت تسمح للفريق أن يوصل للثلثة الأخير فبالتالي بيغرق ثمانطاعش عقارة عبد الملك رش عرضيات من يمين ومن يسار وبدتلاحظ أن الأندية أصلا اللي يقل من الهلال الإمكانيات تكلم عن مباراة مومبي لما كانت صفر صفر نفكت المباراة بكرة عرضية صحيح اللي سجلها ميشيل قبلها مباراة النساجي اللي كانت في إيران نفكت المباراة بكرة عرضية غالبا لما تلعب ضد الأندية اللي يقل منك الممكنية وتتراجع إلى مناطقها الدفاعية المباراة اللي منها النوع غالبا ترى تنفك بكرة عرضية فبالتالي أنت سمحت الهلال ما يوصل للثلثة الأخير ويلعب هذا الكم الكبير جدا من الكرات العرضية عليك بينما كم من الممكن أنك أنت تخلق مشاكل الهلال أقلها أنت عددت الشوط الأول صفر صفر الشوط الثاني مرت عشر دقائق ربع ساعة أنت هنا لو ما بديت تأخذ قرار أني أنا ببدأ أخنق الهلال ترى هلال بنسكر الأوراق الهجومية اللي موجودة عنده وهذا اللي صار لمنازل عبد الله الحمدان والهلال وضع مزيد من الضغط عليك إلى أن سجل من موقف ثابت اللي كان تقريبا معالي كل مباريات اللي لعبها التعاون كلها بأربعة ثلاثة ثلاثة بيستثناء مبارات النصر النصر مبارات الهلال يعني كل طريقتين كانت خمسه دافعين كان يبغي أمن كان يخاف أنه أن هذا القوة الهجومية اللي يملكها الفريقين من ناحية الثلاثة أو الرباع الأمامي أني أخاف أني أمن ولعب على المرتدة ولكن مغري جدا الهلال وصل لك بهذه الإصابات مغري جدا فعلا أنك تضغط عليه إرهاق فريق تواجهي من سفر وضغط مباريات بالضبط أنت عندك موساباره أنا دائم أشوف موساباره ممكن ترى مو من اللاعب اللي يطلعك مبارات الصغيرة أو مبارات الأقل بس أنه مبارات الكبيرة تشعر أن هذا اللاعب لعب مختلف ما هو نفسه موساباره اللي نعرفه مع اتحاد تذكر له كورتين في القائم أنا قلت لك قبل مبارات الأهلي مبارات الأهلي أنا قلت لك علم علينا في الانتر كان مجنننا تجنيب هو دائم مبارات كبيرة ما يظهر وبدأ اللاعب سريع عنده القدرة أن يأخذ السباق الصرعات اللي في المساحة اللي يتركها الهلال 30-40-50 متر وقادر أنه يخلق لك حل حل ليل وفي نفس الوقت أنت هذه الطريقة اللي يمشي عليها في العشر خلنا نقول المو عشر حتى ده عشر مبارات اللي قبل هذه أنت لاعب أربعة ثلاثة ثلاثة فأنت لو استمرأت بهذه الطريقة وضع الهلال المغري بغطي الهلال في ملعبه حاولت أنك تشكل عليها خطورة هنا ممكن تروح للمبارات لمسار ثاني ولكن للهلال يا أبو علي خلينا نقول لك إن خصوص انتبه أو شاف أو عرف أنه قدامها خمسة دافعين لما ينزل كأنه يستلم الكورة ويروح حسان يمين وكلي بالي أو حسان يسار وكلي بالي يمين تشوفوا الشهران يتمركزه الظهير وسعود عبد الحميد وقت ما تكون كورة مع كنو طالعين مشاكنين كأنهم مش أظهرة كأنهم جنب أجنح يعني تتكلم بتشوفهم من فوق بتتب في يوم الملعب من فوق بتشوف متروفتش الشهراني سعود تحتهم في الزوائل يمكنهم تحت موسينوا ملعب تحت تلقي مالكم تلقي سالم الدوسري هذا وليش شي داء عمله خصوص أول شي تلعب خمسة دافعين يا التعاون أنا هنا لما أدخل اللاعب عليك ممكن أفتح مساحة ليش أنا ما خلي سالم مكان الشهراني ليش أنا خليت الشهراني قدام عشان سالم ولمالكم من اللاعب اللي قدرون يأخذون الكورة يركضون فيها 10-20-30 متر قادر يأخذون الحل الفردي قادر يلعب الـ 1-2 قادر يلعب يعني قادر يخلق له حل وعنده لاعب إضافي اللي هو سعود أو الشهراني اللي بيخدمه لو ما لو أخذ الكورة من مكان هذا والشراني موفي حيكون فيه سهولة فيه عمليات الضغط عليهم اللاعب أو حتى لاعبين في نفس السياق ممكن واحدة من أجمل مباريات بونو ديما بونو يعني في اللقطة شوف فيه لقطة وهي تقريبا أخطر هجمتين عجل اللي من كنو واللي من حسن خلي من كنو نيران صديقة نيران صديقة أخطر هجمتين لاي كانت من نيران صديقة من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة للعملاء الجدد ثلاثين يوم توصيل مجاني لمحدود على أكثر من عشرين ألف متجر مطعم اطلب الحين فخليكم حقا تكلم حقا تكلم كلها صعبة صعبة جدا بس صد لها حقا تهسام مي صعبة ولا صعبة جدا صعبة جدا 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 والله حرفيا لقطة مستعيلة يعني لو ما كان أنا ما أتكلم عن ردة فعل كل أكثر أي حارس ما أتلقى أنت ردة فعل وتختلف ردة فعل من حارس الحارس ولكن ردة الفعل تحتاج لموقف تشفية صحيح عشان أنا آخذ ردة الفعل هذه يعني كورة عرضية وغالبية الحراس ويعذروني لو أني أكون قاسي شيء غالبية حراسنا لما تكون كورة على الطرف يمين تقال واقف زي كذلك وكان عن تربين شداد يهو خليك واقف زي تركيزك عالي ودائما تكون نازل تحت ليش تكون نازل عشان تكون قريبة من الأرض لأن الكورة لما تجيك في أي لحظة وفي أي ثانية أنت غير متوقع فلما لابت العرضية يعني نسبة أصلا تركيزك أنت كحارس بالكورة عرضية ونازل على حسان ما تتوقع ولا واحد بالمئة أنها بتجيك لو حارس ساني منكم ما يتوقع أنها بتجيك بس بونو كان مرة يعني حذر لأبعد درجة وحتى لما لابت العرضية كان حاسب حساب هذا الشيء يعني لو ما كان حاسب حساب هذا الشيء كان تقال واقف زي كذلك وكان منزل منها قليبة وترى هي صعوبتها مولي لها أرضي صعوبتها لها جنبك هي لونها بعيد تقدر تروح تتأخذها أنا حاوش كي طاعت من خريوات الفيديو تقدر تأخذها بقفزة بس إنها اتحت أنت نزول وكلازل يكون سريع فأعتقد يعني أغلب الحراسة أبو عالي في موقف زي هذا تلقائه تحنط تحنط عرفت الكورة اللي أصلا زميني فاجئني نلعبها علي فبالتالي تجيك التحنيقة دي والكورة تمر جنب الحارس بعد كده بعد يبدأ هاوش المدافعين والإيش صار كده وكده ممكن أنت كنت نقطة مهمة أبو عالي إنه الحارس أصلا الوضعية التشريحية اللي تكون بالنسبة له أيضا المداربين يطلبوه من الحارس أنه يقعد على قلاتهم يتناطنط يعني ما ما تكون ثابت فلما تكون في حركة مستمرة جسمك كله يتحرك فأنت أي لحظة مستعدنك تعمل أي حركة مفاجئة من أصعب الكور هي الكورة اللي ينزلها الحارس بيده تحت كورة تكون على مستوى الأرض بعض الحراس يستخدم قدمه وبعضهم نبارع جدا فيه مثلها النوع من الكرة طبعا يصير فيها تدريب حتى يستخدمون بعضهم كرات تنس أن يكون فيه زي المجسم أو اللوح خشبي مثلا فتضرب الكورة فيه فيتغير تجاهها أنت ما تدين وين بتروح فهي تطور ردة الفعل عندك أنك أنت في جزء من الثانية تأخذ قرار أنك تنزلها يعني حتى لو عدلها مدافع ولا شي فهي شوف هي واضح فيها جانب أن حارس مرمى ما هو مع الهلال طوال المسير فهي قاعد يتدرب صح قاعد يتطور على مستوى التكنيك وعلى مستوى ردة الفعل والأهم من ذلك كيف أن اللعب حاضر ذهنيا في مثل هالنوع من المباريات ومركز بشكل كبير جدا أعتقد أنه في كثير حراس موجودين البعض منهم مثلا تروا ممكن يكون وزنة زايد في نزول مثل هالنوع من الكورات يكون صعب عليه البعض منهم ممكن يكون طويل يعني مثلا زي كورت تكلم عن حوالي مترين فالنزلة تكون صعبة دايما دخيه كورت ويأخذوها برجل ميزة ميزة بونو أنه ما شاء الله تبارك الله يعني رشيق تحس أن الرجل جسمه خفيف فيه ليونه فيقدر يجيب مثل هالنوع من الكورات أعتقد أنه ذا المباراة وتتكلم عنها الفارو ميدران بعد المباراة في مقابلة كل المباراة كان ممكن تروح لنا لو لأن ابونا قاعد لنا يعني ابونا هو اللي يغير مسار المباراة وكانت يعني كورتين من لاعبي الهلال لكن إذا أنت بتجيب حارس مرمى أجنبي يا تجيب من ذا النوعية أسترح يا أجيب حارس مرمى يغير لي مسار المباراة يغير لي مباراة أنا كان ممكن أن يخسرها أرجع أكسبها مرة ثانية أو أنك لا يعني اكتفي بلاعب في هذا الملعب أزيل خالك على اللي موجودين عندك فأعتقد أن بأمانة كان في تصوري أن قروه يوصلنا إلى مستوى صعب جدا صراحة أن حارس مرمى ثاني يوصل لما نتسرع في الحكم ونقول والله أنه عدى قروه اللي مقروه يعمل صراحة عدة مواصم رائعة لكن بالنسبة للهلال بأمانة أنا ما شفت حارس في الليفل هذا يعني كل اللي شفتهم حارس ومرمى الهلال أنا ما شفت حد في الليفل اللي موجود فيه ياسين بونو حاليا نتمنى للتوفيق الهلال ما يستيب علي ولقضا كلامك أنه عنده وفرة كتير في أرض الملعب عنده لعب كتير في أرض الملعب في أي خانة تبغىها بس خلنا نقول الظهير أو مشكلة الظهير الأيسر عنده وفرة فلما تجيب حارس أنت أريد تملك سكواد عالي أو اسمع كتير فعادي تجيب حارس مرمى بقيمة عالية بس بعض الأندي اللي ما عندها وفرة في العنصر الأجنبي أو ما عندها وفرة في العنصر المحلي أنت حرام تضيع مركز أو تحايد طيخانة في حارس المرمى أنت تاخذ مركز في أرض الملعب ما لحظت شي في فترة خيسوس أو جيسوس عشان ما تزرعي الفترة هذه تقريبا لثلاثة شهور ربعا شهور الهلال من أفضل أندي أو من أفضل نادي في عملية الكورة الثابتة اللي عليه يعني الهلال أقل نادي استقبل أهداف من كورة ثابتة هدف واحد بس اللي هو هدف ضمك وليل عادة توقع لشي مرة ممكن ما يجي يعني خطأ توني نمدح بوله ولكن خطأ يعني وتسديدة مباشرة يعني ما تقول يعني كورة مرفوعة واحد طقها بالراس في البتالي تقدر تلوم عن المدافعين بالضبط فالهلال اللي دائم عاني من كورة ثابتة هلال الركنيات الفولات أي أنت يكون دائم تشكل عليه خطورة هلال هذا الموسم بس هدف واحد واللي هو هدف ضمك وفي نفس الوقت الهلال جلس يلقى حل فيها يعني الهلال جايس تسجل منها مو من اليوم أو مبارات أمس اللي جاء فيها هدفين بالراس أو هدفين من كورة ثابتة لا حتى بطولة عربية سوف يتسجل فيها مبارات كثيرة هلقى تسجل فيها من مواقف ثابتة وهذا شوي ترى مهم جدا عند الفريق أن يكون عندها حل من كورة ثابتة الغريب أبو عالي أنه اللي دائمًا ما كان يوصف أنه فريق كويس في صورة الكورة ثابتة اللي هو التعاون يعني منه بشكل كبير جدا هدفين اللي كانت امام الهلال الهدف اللي أمام الخليج كان من كورة ثابتة ذكر أمام الهل يستقبل من كورة ثابتة على الأقل نصف هدافهم اللي استقبلوها هذا الموسم كانت من مواقف ثابتة وهو حل أكيد أنه مهم جدا بالنسبة للهلال وظهر في أمام التعاون اللي يعاني من مشاكل فيها الجانب تحديدا لكن أعتقد أنها واحدة من المباريات رائعة جدا لميتروفيتش بسبب الهدف اللي تقريبا هو اللي فتح المبارة الهلال وحق الثلاث نقاط في خزانة الهلال وقبل المحاولات اللي كانت في الهدفين اللي تم إلغاءهم بس في الهدفين اللي تم إلغاءهم وفي الهدف اللي سجل ميتروفيتش وتم حسابه في قاسم مشترك لو لو الواحد ينتبه له ميتروفيتش ليس من نوعية المهاجمين اللي لو أنت مدافع بيقطع قدامك فهو يكون ذكي في التحرك إنه زي رامس هو دائما يحط يحطك أنت بينه وبين الكرة بس يقدر يأخذها عليك يعني قوي بدنيا لدرجة مرعبة يعني لو تلاحظ الهدف الأول اللي تم إلغاءه المدافع بينه وبين الكرة الهدف الثاني نفسه فكرة مدافع بينه وبين الكرة الهدف الثالث المدافع بينه وبين الكرة في مهاجمين هو ذكي إنه ممكن ترى يخدعك إنه يرحبك على القائم البعيد ثم يجري على القائم الأول ممكن ذكر أجمل لقطة كانت زي كده هدف ياسر القحطاني على تونس 2006 إنه ضحك على المدافع سوى نفسه بيرح القائم البعيد بعدين نقص على القائم الأول ما يترفتش ما يعرف ذا السؤالة ما يترفتش لا يقص على القائم أول ولا يقص على القائم ثاني ارفعها وانا وياك نتنافس بدنيا عليها و ترى صار ايه أتأخذها قبل الغريب أبو عاليا في المباراة الثلاثة اللي لعب فيهم شاموسكا يعني كلهم بدنيا مهم طبيعيين يعني يعني وليت الأحمد مشارة تبار كرام من أطول المدافعين اللي موجودين جيرتوا نفس الكلام عاون السنوري نفسه ومع ذلك وهم ثلاثة نشف ريكم في المباراة الجميل صراحة في الهدف اللي اللي سجل لكنت قاعد تشوف المباراة مع مع واحد وكده فرح لما جاب متروفيتش الهدف هدف هذا في شيء صراحة أنا أحبه أنا أحب المهاجم اللي في مثل هالنوع من المباراة اللي خلاص هي و هي واضح لنباراة واحد صفر مخنوق واضح لنباراة أنت على قولتهم أضرب وهرب اللي عنده استعداد أن يحط راسها في الكورة حتى لو ممكن حطت راسها دي تكلفها خمسة لست غراز أنا بحط راسي أنا ما يخاف الكورة بالراس في موضع يخشى أي لعب أن يضع قدمه فيه صح وهو نازل حط راسها على الكورة يعني فأنا لهذا الصراحة محظوظ جدا في متروفيتش إلى جانب أنه كونه لعب هداف وعنده رغبة كبيرة وتحس أن ممكن قلنا ذا النقطة عن أن أول مرة يلعب في فريق ينافس على الدوري ينافس على هداف الكبيرة جدا اللي موجودة فبالتالي عنده رغبة وحافز كبيرة جدا اللي يقول الجمهور هوم ولا أويف كل الملاعب يتحس أنه إحنا جمهورنا موجود وحاضر لكن أنت بالوضعي الحالي قاعد تأخذ أفضل ما لديه أعتقد أنه متروفيتش هي صفقة لو لاها أعتقد كثير في الهلال كان بيتغير هذا الموسم لأنه قالها جيسوس بعد مباراة الفيحة كان فريق يفتقد إلى مهاجم ولو كان عندنا مهاجم كان ذا المباراة كسبناه شبيهها مباراة تعاون فيها فرص كثير جدا لكما ترجمت إلى أهداف هو خليل نقول صفقة عوضت الهلاليين عن طول صبرهم اللي كان في الصيفية كان صفقة مهاجم يمكن نشفت ريقهم إلى آخر لحظة لكن أعتقد أن عوضهم عن صبرهم يعني الصعب المبارتين للهلال هالموسم كان مباراة التحاد كانت مباراة التعاون وفي هالمبارتين ظهر بلقطات صراحة يعني تجلى يعني الهدف الأول على الاتحاد يعني كرة شبه مستحينك تسجلها برضو في الهدف الثاني اللي لما قاتل على الكرة حتى آخر لاحظة وبرضو في الهدف اللي سجلت على التعاون أنا أتفق معك يعني وفي ناس تنضرب علي المهاجم اللي الثابت هذا المهاجم الثابت أنه ما يناسب أسلوب الهلال أو أو ممكن لو حنا جربنا مهاجم متحرك مثلا خلينا نقول على سبيل المثال بنزيعة مثلا ممكن تتغير نظرته وفي كل فريق أمتع منه يكون اللعب كله على المهاجم لا أنا أجيب لاعب يلاعب الفريق معه ويصير يفريق أكثر متع ولهذا الشيء اللي مش على الهلال ترى سنوات طويلة يعني حتى مع في ظل تحديدا في ظل وجود ياسر في فترة طويلة في الهلال كان ياسر مهاجم اللي ثابت قدام اللعب أثريق معه وخلى الشيء في يوم الأهم هداف للدوري وخلى الأجنح في الهلال يكون عندها سجل تهديفي عالي ولا قد فاز أو حقق لقب هداف الدوري ياسر طوال بالفترة وسب طريقة اللعبة وستايل اللعبة اللي هو اللعبة طيب نروح للماتشة الثاني اللي اللي جاء بعد إقالة نونسانتو إقالة ما كانت تحديدا مفاجعة بالنسبة لي أظل نتاج نمر فيها الاتحاد يعني تذبذل من مستوى خسارة متالية خسارة اقترابك من خسارة عداف الموسم تتكلم عن بطول الدوري تبتعد عن الصدارة بفارق كبير من النقاط تبتعد برضو أو خسرت واحد مبارة مهمة في دوري بطال لاسي كم ممكن تحسمها وتضمن التأهل وتريح وترتاح في الجولات القادمة نفس الكلام عندك استحقاق مهم اللي هو كأس العالم للأندي اللي تتمنى يعني تتكلم عن نادي الاتحاد بطل الدوري بطولة على أرضك أنت عامل مركاته تاريخي السعودية كلها فلازم التحدي اللي عندك أنت مختلف عن كل التحديات اللي مر فيها أي نادي سعودي شارك كأس العالم للأندي أنت جاي بعد مركاته تاريخي عندك واحد عندك رضهبية واحد عندك أس العالم واحد جاي بدوري مع لفاربول عندك قائمة تاريخي وفي نفس الوقت بطلع على أرضك فجل هذه الظروف ما كانت يعني حسوا شوي بتتوتر أنه هل نونسانتو قادر أنه يأخذ الفريق لهذه مرحلة أو لا تمت إقالة المدرب شفنا ردة الفعل وأنا دائما يقلبون سوبرمان كده يقدمون لك أحلى وأعظم مباراة وكأن العلة والسبب في المدرب بعدين تبدأ تبان لك المشاكل العيوب المدرب هذا يجيك موقع دائم محظوظ طرح لأنه يلقي فريق عنده تعطش يقدم أفضل ما دي ما أقصد حسن الخليف بالإسم ولكن هي بالشكل العام في المباراة نفسها أبو علي قبل المباراة أبو علي ما لاحظت شي طلع نونو سانته من هنا قفنا الباب دخل حجازي دخل العبود دخل كورنادو دخل فابينيو اللي كان مصاب واللي يقولون إنه مريض فاجأ كلهم ورجعوا أول تمرين بعد نونو سانته ولا في أحد في شي ممكن شوف في مسألة حجازي لا ما يعني رجع رباط ورجع تمر يعني خلي عاجز شو معنى ما رجع تمرن في ذاليوم والله هتفسرها أنت ما تفسرها بالنسبة لي يعني العبود أوكي فبينيو والله ما أعرف برضو من الثال من الثال طابع كورنادو لا كورنادو غيب يا رجع دائم يعني مهي أول إصابة هل المستوى اللي لعب فيه قدام المباراة أمام أبها يحسك إنه هذا واحد جاي من يصابه ويا عيني كان تعبان ما يقدر يلعب الفترة الماضية والله نشار أنا ما عندي معلومه بس أن أقولك كان غريب بالنسبة لي كمية الأسماء اللي كانت غايبة في الفترة الماضية وفجأة كلهم رجعوا في وقت واحد يعني ما يبقى لها كلام دي الصراح هذا جاي من لحظة بداية الموسم اللي صار بين اللي حتى الحمد لله ما لعب حمد لله مصابة أتوقع هو مصاب مصاب في البطلة العربية وبعدها قضية العبود ثم بعدها المشاكل الثانية صارت تتراكم على الفريق بدون أي حل يعني عرفت كلها الثلج اللي تدور 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 تكبر تكبر هذا اللي صار حرفيا في الاتحاد وانت عندك أصلا وهذا شيء يقهر صراحة انت عندك أقوى مركات وقادرت تشتري من رف العلوي وتحطه في فريقك رح تخليت الرف اللي عندك أنت خب نفس ما هو بغبرته بداو خلينا حافظ عليه يا أخي عندك فرصة تاخد من فوق خدم من فوق شوف هو أعتقد أن اللي شافت صريح بنزيمة بعد المباراة ما تحتاج صراحة لزوء الذكاء عشان تعرف أنه كان في مشكلة بين اللاعبين وبين المدرب قد لا تكون أنها بين بنزيمة شخصيا وبين نونسانت ولكن كان واضح أنه في حلقة مفقودة ما بين المدرب وما بين اللاعبين لما تصل بك الأمور إلى هذه الدرجة يصبح من الضروري أنه أنت الضحي بالمدرب ترى اليوم سنبدو كما لو أننا نقول أن نونسانتو هو العلة وهو المشكلة وهو سبب خراب مالطة وهو سبب ثقب الأوزون وهو سبب كل مشاكل الدنيا نونسانتو مدرب كبير وقلنا عنه من الكلام الإيجابي ما يستحق نونسانتو لكن أحيانا تسوء الأمور إلى درجة لا يمكن إصلاح المشاكل مع نفس المدرب نونسانتو نفسه مرت عليه التجربة لما كان مع توتنهام جوزي موريني وقيل من توتنهام وقيل من شلسي معظم المدربين الكبار اليوم ترى مرت عليهم مرحلة يعني يورغين كلوب مع دورتموند مرت عليه شلو تنترد بين شوطين برات لويفونتس وإقالة بين شوطين برات تصير ابو عالي مع أي مدرب وحيانا تسوء المستويات والنتائج والظروف تصل إلى مرحلة يصبح من الضرور أنه تضحي بالمدرب ولمن نقول أنه صارت مشاكل بينه وبين اللاعبين ما هو لأن نونسانتو هو نمط كمدرب أنه دائما ما يخلق الصدامات ما بينه وبين اللاعبين لكن أحيانا الظروف الصعبة ونتائج السلبية وحالة الشكل اللي قاعدة تكبر مباراة بعد مباراة تخلي اللاعب ما يسمع من المدرب يعني أنا قاعد أسمع كلامك تعطيني تعليمات نفذها لك بس نتعادل بصعوبة المباراة اللي بعدها بتعطيني تعليمات لو ما نفذتها بشكل جيد وجيت عاتبتني بعد المباراة ما رح تقبل منك لأني أنا ولما كنت أسمع كلامك ما كنا نكسب الأسلوب اللي أنت كنت تنتهجع الأفكار اللي كنت تطالبني أنا أني أطبقها لك في الملعب إذا كانت النقطة مثلا ما سأد أنك كنت ما تضغط بشكل جيد طب أنك تضغط بشكل جيد ما كنا نفوز ليش؟ أنه عندنا مشاكل في الخط الخلفي ونت ما عالجتها فبالتاني التعثرات تخلق أجواء مشحونة الأجواء المشحونة تخلق مشاكل بين المدرب واللاعبين لا يعني أن هذا المدرب دائما سيتشاجر مع اللاعبين ولا يعني أن اللاعب هذا دائما بيتحاوش مع كل المدربين اللي هو اللي راح يشرفون عليه لكن النتائج السلبية هي اللي تخلق الفجوة هذه وأعتقد أنه الفترة الماضية النتائج السلبية في الاتحاد يعني خلت دائرة الخلاف في الاتحاد تكبر يعني سابقا كان نونسانتو عبد الرحمن العبود شوي شوي دخل فيها لاعبين آخرين الموضوع كبر تشعر أنه خلاص أنه خرج عن السيطرة وأنا أعتقد أن مشكلة الاتحاد في هذا الموسم فعليا أن أهم استحقاق عندها جاي في وقت حساس اللي هو كاس العالم للأنديه خلينا أبو عالي نتخيل الحياة بعد ديسمبر كاس العالم القادم رح تكون 24 فريق الوصول لدور الأربعة والمباراة النهائية منها قياسة بالأندي اللي أعلمنك أمكانيات في أوروبا مسألة صعبة جدا ولن تبلاعبها على أرضك يعني أنت عندك فرصة تاريخية وبتجيك مرة في العمر يا تستغلها وتصنع حدث تاريخي يخلط في سجلك وتاريخك صحيح الاتحادية أنك تقعد طول عمرك تتحسر عليها فبالتالي كان لازم 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 أنك تاخذ قرار قبل ما يقارب شهر على بداية البطولة فيها فترة توقف يقدروا مدرب أن يجي وتعرف على اللاعبين يطور بعض الأمور تأخذ لك مباراة مباراتين ثلاث تحاول أنك توصل أعلى مستوى قبل ما يجي كاس العالم في فرقب وعالية تدخل بطولات المجمعة من تحت تبدأ تكبر أثناء البطولة صحيح أنت تبدأ مو بشرط أنك تبدأ مباراة أوكلاند باكتساح ممكن تكسبها بعد أن تبدأ تعطي أداء أعلى في مباراة الأهل المصري لو تجاوزتها تعطيني مباراة مثلا مثالية وقال تقترم المثالية أمام فلوم من إنسي وفاجأة قرسك في النهائي صحيح فبتهي الموضوع ما هو مستحيل بالنسبة للاتحاد فكان لابد صراحا من التغيير مهما كانت قيمة الولو سانتو مهما كان الارتباط العاطفي ما بينه وما بين كثير من جمهور الاتحاد لكن ضرورة المرحلة كانت تحتم أنه الولو سانتو لازم يمشي أنا لو أنا رئيس نادي الاتحاد والله مهما يكلف الشرط الجزائي حقه لا أفسخ عرقتي خلاص لأنه وصل إلى مرحلة خلاص معتي خط رجع صحيح أنت لو كملت بهذا السوء اللي أنت قاعد تمر فيه اللي بلغ ذرته في مباراة القوة الجوية معناها أنه أنت ذهب للمجهول ومعناها أن أنت مهدد في وسط هالأجوال المشحونة داخل النادي أنك ممكن تغادرة بطولة من أول مباراة حتى أمام فريق قل منك في الإمكانيات زي أوكلاند سيدي يعني مع فاق احترام التقدير وشي الإمكانيات اللي عند القوة الجوية صحيح أنت عانيت أمام الخلود في بطولة كاس الملك أنت عانيت أمام الحزم اللي هو كان وقتها متذيل جدول الترتيب فبالتالي أنت معرض أنت عانيت أمام أي فريق فكان لابد من التغيير وأعتقد أنه لمصلحة الجميع أنه هذا الارتباط اللي كان ما بينه ونسنت والاتحاد ينفك وبعد كده ممكن تفكر في الجاي تأخذ وقتك على موضوع المدرب القادم حتى اللاعب وقتها يا أبو علي لما يكون الضغط على المدرب أو يكون كلام كل على المدرب بدي أخذ راحة حتى في مسئلة أنه لو خسرت خلال هي في وجه المدرب وخلاص وبينما ترى ترى الظروف ما كانت مثالية في اتحاد يعني مو بس المشاكل وخلافات الإصابات اللي مار فيها الفريق عدم تسجيل عديد من الفرنسس سهلة يعني فيه تفاصيل كثيرة دخلت على الاتحاد أدت إلى أن هذا الشيء يتفاقم ويتفاقم ويوصل الضروته والفوز دائما يحل لك المشاكل والخسارة وغلا خسارة هي تجيب لك تقريبا تكلن عن الهلال إلى مبراط ضمك تشوف كيف الناس قابة على جيسوس الآن 11 فوز يمر هادية راك دهد لأن الفوز خلاص الفوز يريح الناس بينما ترى وهذا ترى السلوك عامي عندنا إحنا في الدول السعودية وفي أنديتنا متعودين على قاتل مدرب بشكل يعني مستمت المدرب في الغالب سنة ونص سنتين ما يكمل سنتين إلا هو مقال وهذا هذه تقريبا قلتها أكثر مرة وعيدها يعني من لحظة دول السعودية ما في مدرب من الأندية الكبيرة استمر أكثر من عامين في نادي فهو سلوك موجود في اللاعبين تعودوا على تشربه فأنت هنا لا تبقى شي مع العادة ولا تختلع شي جديد أتوقع أنه ما رح يقعد الأمر أبو عالي زي ما هو عليه أتوقع عملية تغيير المدربين ممكن خلينا نقول ما تكون بنفس العدد السابق المرحل على الأقل خلينا نقول الأندية اللي نسبة ملكياته 75% للصندوق فبالتالي القرار ما رح رح يكون قرار الرئيس النادي اللي حنا نعرف في الأندية هذه تتيش مشكلة ما هي المشكلة اللي يقيل المدرب ولا ما قيل المشكلة ما في فهم المدرب نفسه عمل يعني إذا المدرب هذا ما جاء بالدوري خلاص قيله إذا مدرب هذا خسر في الديربي خلاص قيله إذا مدرب هذا خسر مبارتين خلاص إيش لا بس تتكلم عن فريق واحد من الأندية المتنافسة اللي قال المدرب وعنده مبرر لهسو النتاج ومسألة كأس العالم فحس أنه يعني معدل طبيعي لا سلوك هو سلوك عندنا طبيعي ما في شي انتها ما عمل بدعه بس أنه شي طبيعي أنه يقيله ووو وارد أنه يقيله هذا السلوك العام أنه يقيله ولكن هل هذا مستقبلا هو الصح هل أنك تقوي مثلا اللاعب على المدرب هل يكون اللاعب حظو زي كده يعني فرض شخصي تشلسي من الأندية اللي كده النادي واضح عليه أنه نادي يتمرد على المدربين وتمرد كثير على موريني وعلى كونتي على أسماء كثيرة وعين يا عينك بينما شوف كلوب لم يمر بأزمة بعد ما جاب الدوري آمن فيه النادي واخذ الفريق مرة ثانية نهاية دول الأبطال وحقه وصل كل النهايات هل ناس تصبر على مدرب يقولك أنا بجي وببني هذا هو السؤال عندنا حنا ترى دائما نتأثر بالنجاحات السريعة جاء فريق من أصل مئة فريق سواء كم صافقة في الصيف الموصل الماضي كان رابع لخمس سنة دي فاس بالدوري يلا كلنا نصير زيه كلنا نختصر الزمن نكونوا نجيب الدوري من أول محاولة وإذا ما سوينا الشيء هذا فمعنات أنه في فشل والفشل يستوجب بكورديلنا ما جابه في أول سنة لكن بن زيمة بعد المباراة قال عن الخلافات يعني مع نونسانتو قال علينا أن ننسى الماضي صحيح ونفكر في القادم ويبدو وعالي أن القادم هو مدرب آخر جاي من وفرهامتون المدرب الأسباني اللي يعني كان تجارب مع المدخب الأسباني وريال مدريد ولا عدة تجارب على مستوكرة القادمة الأوروبية الناس ابو عالي لما تبدأ تفكر في لوبيتيقي يعني الناس اللي تعمل تقارير أو تتكلم عن أي واحد جديد يجي للدوري طرف الغالي يتكلمون عن سلوب اللعب عن البطولات اللي حققها عن الهوية الفنية وكل التفاصيل يتكون عن المدرب لكن أعتقد أنه أنا شخصيا في نقطة تخوف في لوبيتيقي أنه ولا مرة اشتغل في نادي على الضغط ونجح معه يعني هو فاس مع شبيلية في اليوروباليق ما عمل نجحات كبيرة مع بورتو فولفر هامتون مش مطلوب منك لك تفوز البطولات لكن أداءه ومستوياته كانت جيدة جيدة مع الريام دجاء بطولة كأس السوبر السوبر الأوروبي مباراة كانت في بداية الموسم فما جرب أنه ينحط بحضغط أنه يدرب بفريق كبير وتكلم عن فريق كبير نونسانتو اللي مشاه من الاتحادي خمس جولات في الدور ما فاز فيها ضيع فيها 12 نقطة من أصل 15 كانوا لمسك الباب مع عندي ثاني ممكن يمر عليك خمس ست اليوم أقرب مثال آخر أربع مباريات في الدور تعثر فيها التعاون هل تتوقع أن يدار التعاون بتقيلشها موسك لا التعاون أربع وخمس مباريات إذا ما كنت مخطئ فريق ما سجل ولا هدف من لعب مفتوحي كل هدافهم مكور ثابتة في الأربع وخمس مباريات الأخيرة هل تتوقع أن يدار التعاون بتقيلشها موسك خلي يسوي نفس دالفترة في الهلال ولا في الناصر والناس تحط المجهر عليك أنك عندك مشكلة في استقبال هداف مكور ثابتة فبالتالي أنت عندك مشكلة لك فترة ما تسجل من لعب مفتوح ومتعثر في آخر أربع وخمس مباريات والله ما يأكيد المشكلة هي أن الأندي الكبيرة لا يسمح لك بأنك تمر بفترة سيئة أكثر من مباراة مباراتين فالمدرب إي أنا أقولك المدرب اللي ما جرب أن يعيش هذا الضغط وترى هذا يا أبو عالي فخ فشل فيه كثير من المدربين وأنا قلت عن الهلال لما فشل جارديم أنه كانت واحدة من مشاكله أنه ما جرب أنه ينحط كل سنة فيه ضغط أنه مع الفريق يبغي يفوز بالدوري فبالتالي أنت خلينا نقولك أربعة وثلاثين جولة تبقى يقول ما أنت جيد في الرياضيات أربعة وثلاثين جولة في ثلاث نقاط مدري كم تطلع كم مسموح لك تضيع نقطة منها يعني أنت كل سنة مسموح لك أنك تضيع أنك تجيب من ثمانين إلى خمسة ثمانية بالمئة مثلا من مجمع النقاط الدوري اللي أنت تنافس عليها لما تعيش تحت الضغط هذا كل سنة تبدأ تتعلم كيف تكسب المباريات حتى لما أنت كويس فيها تبدأ تتعلم كيف تخطف المباريات تبدأ تتعلم هل الأهم هو الهجوم ولا الدفاع هل الأهم أني ما أستقبل ولا أني أكون مبادر وأسجل يخي في مباراة الهلال والتعاون لما المباراة على آخرها ماذا سوى جيسوس طب دخل عشان لا محور نزل عبدالله الحمدان أنا أبقى أكسب الدوري يكسب بهذه الطريقة فبالتالي نوعية المدربين اللي يعيش هذا الضغط الضغط أن يدرب فرق كبير تنافس على الدوري تنافس على أكبر الأهداف كل موسم غير عن مدرب قاعد يشتغل مع أندية وسط الناس اللي بتقيس على فترتها مع ريال مدريد يا رجل ديك ما تتسمى فترة صح يعني هو مشى في وقت مبكر بعدين هو صراحة ظلم لو بتقي في وصول الظلم النجاة بعد زيدان وبعد كريستيان ورونالدو فالأجواء كانت يعني مشحونة في ريال مدريد جدا وأنه من الناس كان عندي إيمان وهذا حيكون مدرب رائع في المستقبل بس لفترة اللي مع ريال مدريد ما ساعدت لكن أعتقد أن الضغط في الاتحاد بيكون كبير جدا عليه وأنت تتنافس مع ناديين بوضوح حاليا ومسابقينك في الدوري وحتى لو قلنا أنت ما طالبت بشي هالموسم للموسم الجاي سكوادهم أعلى منك صحيح اللي إذا أنت سويت تغييرات كبيرة فبالتالي الضغط بيكون كبير عليك وبالنسبة للاتحاديين لو قلنا أن ذا الموسم عد ترى الموسم الجاي يا الدوري يا أنت فاشي فبالتالي هل لو بتيقي هو المدرب أنا ما أتكلم عنه فنيا كخصاص فنية أتكلم كشخصية بيقدر أن يتعايش مع ضغط من هالنوع هذا تساؤل لا يعني يا أبو عالي أنه سيفشل ليش عندنا النموذج واضح كم عدد الأنديا الكبيرة اللي دربها كاستر ونجح معها مش كتير ومع ذلك هذا هو ناجح مع النصر نونسانتو لمجال الاتحاد على سبيل الميزان ينطبق عليه نفس الكلام نجح يقول فرهامتون ودرب فلانسيا أنديا ما كانت بالضبط يعني تنافس على الدوري مثلا ومطالبنا تفوز بالدوري مثلا زي سيتي ولا ليفربول في إنقلترا ومع ذلك نجح مع الاتحاد ولا يعني بالضرورة هذا التساؤل أنه ما رح ينجح مع الاتحاد بس أنا أقول لك هذه نقطة بثير شك أنه ممكن تكون مهمة صاحبة أعتقد أنه مر الضغط أقوى من كده هو لعب في الريال برشانة صحيح اثنين كلهم من العيب القلاية لعبوا مثلا ناديا وخلينا أقول لك أنه من المدربين النجح في المنتخبات الوطنية يعني فاز بكاسو اليورو تحت 19 سنة وفاز باليورو تحت 1 أشهر سنة مع منتخب إسباني وهذا الشيء رقاه أنه يدرب منتخب إسباني في كاسو العام 2018 لون اللقاء تمت في آخر اللحظات وترى حرفيا مسير تمال أنديا ما كانت فترات طويلة يعني كانت متقارب متباعدة وكان بينها منتخب وطني يعني بورتو منتخب وطني إسباني ثم رجع درب منتخب الوطني في الليقة الأول ثم رجع درب شبيل يالمدري ثم شبيل ثم فهو ماخذ مكس بين تدريب منتخب وتدريب منتخب مختلف تماما عن تدريب نادي لأن النادي الجمهور ما يرحمك أسمائك أنت بتغطنيها بالاسم يعني أنت ما تجد أو تنجبر على بعض الأسماء لا أنت بتغطر أسمائك أنت محاسب عليها بينما في المنتخب هذه اللي عندي وهذا الموجود وأنا بمشي عليه والشغل هذا ترى مو كلها شغلك المنتخب الشغل الأندي الأندي هي تعطيك اللعب الجاهز وأنت تأخذه وتسوي فيه أو تدير أنا أشوف شغلك المدرب المنتخب بخلني راح تموضان شغلك ندرب المنتخب مش فنياً بشكل كبير جداً بقدما هي إدارة إدارة المجموعة هذه كيف تديرها كيف تخليها على قلب واحد فالأندي تدريبها هو مختلف هو تحدي صعب أتفق معك أنه صعب جداً ودائما المدرب اللي ترى أفضل شيء تجيب على المدرب سيئ ما تجيب على المدرب ناجح كل المدربين يجيوا بعد فترة ناجحة اللي جاء بعد بيبا قورديولا تاتا عتق تاتا مرتينيو فشل فشل كبير جداً اللي جاء بعد مورينيو رافا بنيتيز مدرب عبقري أفضل المدربين فشل فشل ذريع اللي جاء بعد زيدان ورونالدو فرياما دي لوبوتيقي فشل فشل ذريع لأن المرحلة نفسها القياس القياس عليها دائم على فترة اللي ما قبلها وهذا شيء خاطئ صراحاً يكون ظالم جداً لكن أعتقد أنه في عدة جوانب إيجابية خرج فيها الاتحاد من مباراة أبها يمكن على رأسها أنه أكيد أنها ترك البنزيمة لكن اللي حس أنه كان فعلياً ظهورها رائع ومبهر في المباراة هو كورناتو يعني والرجل هذا أنا الموسم الماضي قلت عنه أن في ظني هو أفضل لاعب في الموسم لأنه تكيف مع مختلف المراكز اللي كان يضطر أنه يلعب فيها يعني تعرف في الكرة فيه لاعب يقولك أنا ما ألعب إلا في ذلك المكان يا ألعب فيه يا بطل وفيه لاعب لو تمسك حارس ما أشتكه كورناتو فعلياً هو قاعد يتكيف مع بقية العناصر الموجودة في الاتحاد نفسه بينه يعني يلعب ثمانية إذا احتاجه يلعب طرف يسار بدل المباراة ترك يلعب طرف أيسر بسيطة أصيب رومارينيو لعب تحت بنزيمة وراك أنه يعني شيء اللي احترم صراحة فيه في رومارينيو أنه لما علي مستوى اللاعبين الأجانب اللي موجودين في الدوري وبدأ يصير وراك كانتي وفابيني قدامك بنزيمة ارتفع مستوارت ولا مرة حسيت أن الرجل ذاه أقل منهم عرفت لي فنان بس على قدنا يوم علينا المستوى بان أن أقل منهم لا بانا يعني يقدر يغرق بنزيمة بالتمريرات الساحرة زي ما كان يسوي في المواسم الماضية وحل مهم جدا حتى على مستوى التسجيل لاعب صراحة من أمتع اللاعبين اللي أنت تشوفهم أنا شخصيا يمكن أكثر لاعب أحبه في الاتحاد في السنوات الأخيرة هو كورنادو ودائما يجيني شعور أن الرجل هذا هو حرفيا تستطيع أن يقولك في الكورة يعني واحد كذا ما هو ما أخذ حقه ما هو ما أخذ تقديره الكبير جدا أعتقد أن كورنادو ما أعطي صراحة حقه ما تلاحظ أنه ما يتناسب مع كورة قدم الحديث يا بالي ما تلاحظ أنه في اللعب ما يركب مع الشي الجديد يعني هو هو يترحم تحطى جناح يرحمه جناح يعني أمس حسن خليفة مجي أحطى شكيلا جاء أخذ الفريق جايس صح حرفيا ندخل وطلع ونحط جناح حرفيا يعني أذكر أنا فترة زين تذكرها زين فترة ما تزاري في الانتر كان يلعب خمس ودافع نفس الحالة اللي في الاتحاد وكان يلعب ويعتمد على الجنحة يعني كان جوناثان وكان نوغوتوم كل اللعب أظهرة يعني الدكة فيها أربعة وخمسة أظهرة وغير فيهم ولا فيها جنحة فلما جاء بعدها ما يشيني مدرب من تخل المواطري قال أنا كيف ألعب بفريق ما فيها جنحة حرفيا كيف ألعب بفريق وكان يرحم أجنحة موقتها ما يشيني لين جاء أمريكاتو وجاء بشاكينة وجاء بودلسكي 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 فأيما جاء حسنو خليفة لقى ما فيه ما هنداج لها راح راح كرناديمين حطروا مرموني وطبعا كل مكايلة فيهم باقي بس يلعب حارس وخلاص بس لش لا أعتقد أنه ما يناسب كرة هذا من حديث يعني هو لا أعفنا يعني ذكرني مين لكلمي اشتا الساحر اللي كسول ما يقول لكلمي يعني ساحر عبقني يذكره معه عبقني بس إنه ما هو قوي بدنيا حالة دفاعية ما هو جيد مية بالمية لياقيا ما يعطيك طول المبران ما هو حتى في الزياد العددي وبتخليه يزيد عدديا ما يرتقي في مهارة الفردية تتكلم عن لاعب سريع مهارية يقصلك 10-20-30 متر ما يعطيك ذلك الشعور هو يتجب الكروف لجلي أنا أعطيك الباصل السعر تقريبا هذا هو جوهر اللاعب وشكله عن نفسي أنا ما أفضل اللاعب زي كده يعني أنا مثلا أعطيك في الهلال سفج في النصر وتافيو كلهم تقريبا مراكز قريبة شوي من مركز كورنادو ولكن شوفوا تافيو وتافيو قوي بدنيا قادر يأخذ 10-20-30 متر بالكورة مهاري رجله حلو بساطة حلو شوف سفج قوي بدنيا يقدر أعطيك بالراس تسديدات حل فردي في الكورة الثابتة بس شوف كورنادو لا كورنادو مهو هذا اللاعب اللي يملك هذا خصائص كثيرة جدا بس أنه ميستاليهي أنه لاعب رائع جدا يمتع كده هو يحب ويحبونه دائم هم عشاق كورة القدم التسعينات اللي عندهم اللاعب الفنان الفتيت اللي يعطي بس الكورة الحديثة بالصراعة البدنية الحديثة بالوضع الحالي ما أعتقد أنها مثالية لذلك كورنادو يعني أوكي لاعب فنان ما يستفاد من سهر دكبو عاليا يعني أنا ذوقي في الكورة دقة قديمة يعني مستالي التسعينات لأنني كنت ما هي مشكلتك أبو علي مشكلت ولادتك هالدي راما ريكلمي والله زيدان كله من نفس الطريقة هذه فهي مشكلت يعني تكوينك الاجتماع أنا أختلف مع كثير من الأشياء اللي أنت قلتها هو كجهد بدني ما أعتقد أنها أسوأ من تلسكة ولا أعتقد أن يعني كجانب مهاري في لعيب كثيرين في الدورة على الأقل يلعبون في مركز أعلى منه لكن مشكلة كورنادو أنه دائما اضطر أنه يتعايش مع وجود لاعب آخر يلعب في نفس المكان اللي هو يلعب فيه اللي هو رومارينيو ولاحقا أصبح يتعامل مع رومارينيو وبنزيم والحمد لله فصار هو هو الشخص اللي لازم يدفع الثمن ويتكيف مع كل المشاكل الموجودة وين مركز المثالي بكورنادو في اتحاد تحت المهاجم وهل هذا المكان موجود في كورة القدم الحديثة أو هو يعني أنت تلعب بجنع وين تحق أربع ثانية ثلاثة واحد تكونوا لي تحت المهاجم يعني عندك طرف من طرف يسار ورافا بينيو كانت يلعبه تحت المهاجم تبحث عن لاعظ شوف أنا أحب الطريقة هذه أوكي عادي بس أنها غالبيت هذه الطريقة في الغالب توازنها مهمه قوي يعني لما يكون عندك مثلا في النصر بروزوفيج وتافيو مين نسار فوفانا مأمو فوفانا مين الحديثة عبد الله خيب عبد الله خيب عشان كده فوفانا حنقول فثلاثة يعطيك شوي توازن فريق متزن لما ترحض تطلع لاعب قدام من تفقد لاعب هنا في المرحلة التسعيني أنا أبغى لاعب المحور هذا اللي هنا يعطيني دور مودريج الأقل إذا أنت في أسوأ في أسوأ ضرفات من دور مودريج في البوكس تابوكس في باصاتك الحلوة بس كوراة ما يعطيك تلبوت أوكي أنا ما ما أقلل منه إطلاقا في أنه لاعب كل الأشياء المزايل ذكرتها أنت مرة حلوة بس لو أجيب لاعب ثاني خصائص مختلفة أنفع للفريق في أرض الملعب والله شوف أنا أعتقد أنه للجاي بالنسبة للاتحاد لو أنا حيب يقول أني يحبط أضررت أنك تختار ما بينه وبين روماريني وجهت نظري أن أختاره ولا أختار روماريني لأنه مع مهاجم زي بنزيمة وإذا بتجيب جناحين يركب معهم كورنادو سواء لاعب عشرة تحت المهاجم يغرق الثلاثة بالتميرات البيينية ويعمل زيادة معهم أو حتى يلعب كلاعب ثماني لو قلنا بيلعب في بينيو ستة وعلى اليمين كانتي يأخذ حريتة في الزيادة للأمام ويلعبه كلاعب ثماني على اليسار في الدورين يقدر يعطيك أدوار أفضل من روماريني لأنه روماريني هو لاعب اللي تحت المهاجم هو اسمه كذا لاعب اللي تحت المهاجم له بعشران له بصانع لعب لكن ممتاز كحل تهديفي عنده حضور رائع تقريبا في كل المباريات مفتاح مهم لك جدا ضد أصعب الفرق لكن مشكلة أنه مع المنظومة ممكن روماريني نجح في السنوات الماضية لأنه تحدثنا ما كان عنده جنحة كويس وما قبل الحمد لله لأنه تحدثنا ما كان عنده مهاجم كويس فكان روماريني هو قيمته أنه يعوضك عن كل النواقص اللي موجودة عندك لكن الآن لما يكون عندك بنزيمة يكون عندك جنحين كويسين مثلا جوتا مع لاعب جنح ثاني يجي في الفترة الشتوية وعندك وراء اثنين لعب محاور ممتازين اللي يكملهم ليربط ما بينهم كلهم هو لاعب يقرأ الملعب بشكل جيد ويقدر يباصي معك تماما يا باعلي ليش مختلفين في كورنادو من أول مهاجم بداية العربية لا لأن خلينا نرجع شوي بالزمن للمنزيمة كلعب أنت عندك بنزيمة خليك من أي من الحال اللي ما قبل فترة في أمريكاتو هذا لما تكلمنا عن كورنادو وقيم كورنادو قيم بناء أمريكاتو هذا ما قيمها ما قبل ذلك بنزيمة عندك موجود بنزيمة مش تعود لعب تعود لعب مهاجم بس أنه أحيانا أن يكون قريب أو أقرب لخط المرمى من أي لعب آخر ودائم ينزل شوي فيه برض المرات القليلة وفترة من فترات كان يرجع كثير ويعطي حرية لأجنحة أنهم يدخلوا للعمق ويسجنوا ويصنوا هدفين هذا الكورناد بنزيمها حتى في فترة مع اليون لعب على جنح فترة وبعد ألعب كمهاجم في فترة طوال فترة مع ريال مدريد لما حاول مورينيو يلعب مع حقوائين اثنين سوا ما ركبوا على بعض ما قدروا يمشيهم على بعض فكان يجلس واحد ويلاعب واحد في البداية كان يلاعب هقوائين بحكم أنه عارف الأجواء عارف البرنابيو عنده تأجربة سنتين ثلاث سنت أعلى من بنزيمة وبنزيمة يدخله على استحياء بعدها لما أخذ بنزيمة مكانه كيف كان يلاعب بالريال كان يلاعب مهاجم جناح جناح ما في لاعب في منطقة هذه يضايق بنزيمة أو يقلل من كوالات بنزيمة اللي هو ينزل فيه يلاعب الجناح لاعب الجناح الثاني حتى لو بغيروح انت شفت المبارات أمس مثلا مجرد ما في لاعب يلاعب بنزيمة زي كورنادو كورنادو كان يلاعب بنزيمة مجرد في لاعب جناح كان يلاعب بنزيمة بنزيمة انفجر انفجر مرعب وسجل هاتر وقدم واحد من أجمل المباريات اللي لم تكن الأجمل في الاتحاد هذا الموسم لما حاول زيدان في 2017 إذا ما خانتني تذاكرني بحكم منك مدريدي يلعب بثنين مهاجمين اللي هو رونالدو بن زيما فشل فشل ذري بن زيما كان يطلع دقيقة 65 وخليك سنوارس حرب الحالة واتوقع الذكري كان يدخل إسكو إذا ما خانتني تذاكر فكان يطلع لأنه ما كان يخدمه بشكل كبير جدا بس كوالتي بن زيما هو أنك تأخذ خيارين أنت يجبك جناحة الدفع حتى قلت أترى ما ينفع إذا عندك بن زيما قلت ما يناسبك ما يناسب بن زيما لماذا قلت ما يناسب؟ قلت من أجنحة الكليسيك اللي يروح على الطرف ينفسار يلعب الأسيست وليش في الباب يعني نفسنا نفسه وبين نفسنا بس الأجنحة الحديثة بكرة القدم اللي يتروح مع الطرف تلعب لو أنتو تدخل العمق أجنحة أقرب من تكون هدافين فبن زيما يناسبها هالنوع من اللاعبين الجناحة اللي ينزل اللي يلعبه اللي أعطيك أنا حريتك بينما لو تحط معي واحد أنت كذا نكبتني وما عاد تقدر تسوي أي شيء وهذا الشيء اللي صار مع بن زيما في الراحة كلها ما خلى بن زيما يطلع بالتليغة مثالية لو أنت أبعالي قاعد تصور بن زيما كأن حافظ منهج واحد في الكورة وما يعرف يلعب إلا هو يا تلعبني نفس اللي كنت ألعبه في مدريد يا مرحة مو كذا بس هذا اللي له السنوات طويلة يعني هذا بن زيما لاعب ذكي ذكي جدا يعرف يتحرك في المناطق دي ويقدر يلعب أي لعب معاه في الأجنحة فإنت كوالتي هذا حق بن زيما أوكي تقدر تلعب مهاجم عالي ترى ما يشي مشكلة بس تبغى اللفل العالي من بن زيما أفضل صفقة أو أقوى صفقة في الملكات السعودي أنا عندي بن زيما أقوى صفقة في الملكات السعودي فائز بكرة ذهبية واصل في عز ذروة صحيح أنك جبت أو فيه أوتافي ومالكم أسماء كثيرة جدت في ذروة أو في بداية عطاها في منتصف العشرينات بس أنت جايب اللفل العالي زي بن زيما يا أخي خذب كل القوة يا أخي سخر للفريق هذا خليه يلعب خليه متعك خليه يشيل الليلة يا أخي شال شال الأبطال على كتفه في الريال في سنة 2021 واثنين 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 صحيح واضح ما رح نوصل إلى نقطة التفاهم في هالموضوع أبو عالي خلينا نروح المبارات اللي بعدها مبارات النصر والوحدة أعتقد أنه يبدو واضحا وإن كان الحكم مبكي يعني تكلم عن الجولة في 13 يعني على القل بقي عندنا 21 جولة يعني 21 جولة تركناك تتكلم عن دوري كامل لسه ما بدينا فيه لكن على القل من اللي شفنا واضح أنه السنة هذه صراع الدوري بيكون صراع هلال النصر واضح أن الفريقين كما لو أنها عرفت اللي في الألعاب القتالية اللي يسمونها last man standing يعني من اللي بيطيح أول فريقين واضح كلهم شادين كلهم منطلقين قاعدين يمرون فترة جدا رائعة النصر الفترة الخيرة باستثنات تعادل مع أبها سلسلة نتائج إيجابية ومستويات أعتقد أنه شغل كبير جدا اللي قاعد يسويه كاسترو مع النصر في الفترة الخيرة يمكن في مبارات الهلال ما تكلمنا كثير عن جانب الفني اللي يسوى الهلال قد ما تكلمنا عن جانب العقلية وأعتقد أنه في المرحلة هذه تحديدا كل الفريقين سووا شغل فوصلوا إلى حالة فنية ممتازة لما قلتك أن last man standing مين اللي يقدر يستمر في الفورما هذه اللي أطول فترة ممكنة ومن اللي بيطيح عادة هلوش اللي يطيحك اللي صابت ضغط المباريات فيبدون اللعيبة بدنيا حتى لوه مش مصاب له يلعب بس ما عاد يقدر يعطيك نفس الأداء الأول وذهنيين ومسألة التركيز ومسألة مهمة جدا أن المنافسين يبدون يفهمونك ويقرونك في يقدمون حلول لتعامل معك يعني من بينها شاموسكا لما استخدم الخمسة ضد النصر ونجحت طبيعي بروح استخدمها ضد الهلاء ولو شاموسكا استخدم سلوب مع الهنال غير الخمسة ونجح ترى وارد جدا مدرب الفتح ولا الاتفاق ولا أي فريق من بره الجاي يقيس عن نموذج هذا ويبدأ فبالتالي فيه عدة عراقيل ممكن أن تتواجهك تخليك ما تستمر في الفورمة هذه لأطول مدى ممكن النصر بأمانة في الفترة الأخيرة تعرض اختبارات كبيرة جدا كدر أن يطلع منها ويحافظ عن نفس الفورمة اللي هو موجود فيها لازم ما ننسى أن مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا هي الأقوى صحيح ومع ذلك الفريق قاعد يؤدي فيها بشكل رائع جدا مباريات اللي على أرضها مباريات اللي خارج أرضها مباريات حتى لو تشهد عدد كبير جدا من الأهداف حتى لو يكون فيها حضور جيد للفريق المنافس تحس أن مهم المنافس يعلم النصر يقدر أن يعطي أداء أكبر منه في المباراة الفترة الأخيرة افتقد عبدالله الخيبري افتقد سلطان الغنام الأربع مباريات غاب عنا تلسكا للإيقاف في المباراة الوحدة اللي قاعدين يتكلم عنها غاب عنا لابورت علي لجامي غايب من فترة فريق قاعد يمر بضروف ومشاكل كثيرة جدا في الفترة الماضية ومع ذلك تحس أن كاسترو قادر على أن يبقى الفريق دائما في ذهنية الفوز يروح يلعب ضد التحيل في قطر بدون كريستيانو رونالدو أهم لعب عندك في المنظومة في الفترة الماضية تشعر أن الفريق لا يتأثر بأمانة الرجل قادر على أنه يلاقي حلول لكل المشاكل وبتلحظ هالموضوع من خلال توظيف اللي هو قاعد يسويه تقريبا ماني كل مباراة له مركز مرة يلعب طرفي مين مرة يلعب تحت المهاجم مرة يلعب يسار على حسب تركيبة الفريق اللي هو حابب أن يلعب فيها منظومته في الوسط تغيرت من لما أصيب عبدالله الخيبري في مباراة الوحدة ما استخدم فوفانا ولا استخدم الصليهم ولا استخدم على الحسن استخدم اسم إحنا ناسينا من زمان ما شفناه اللي هو سامي الناجعي ومع ذلك قدم أداء جيد وكان حضوره راعة في المباراة فبالتالي تحس أنه عنده قدرة على أنه يتكيف مع مختلف المشاكل اللي موجود عندنا سيدنا محمد ألفتيل من فترة ما شفناه مع الناصر ولعب قدم مباراة جيدة ضهي ليس القاسم بالضبط يعني هو قادر يتكيف مع المرحلة وتحس أنه لما نقول أنه فريق عنده دكة بودلة في ظني أنه في كثير من حيان ترى نبالغ لما نقول أن الهلال عنده أفضل دكة لأنه فعليا الهلال حاليا في المراكز اللي خلف المهاجب لا عنده لعبدالله الحمدان أي واحد ينصاب من الثلاثة ولا تبدأ وتستبدأ في المباراة ما لك لعبدالله الحمدان المباراة الماضية لما أحب أن يغير حتى وسط الملعب لما طلع ناصر الدوسري ما عندك لعبدالله الحمدان بينما فعليا في الناصر في أسماء أنت ممكن تعتبرها عجبني لما قلت عالي الرف العلوي والرف السفلي في أسماء أنت ممكن تعتبرها في الرف السفلي أو الأوسط سيسامي الناجعي بس أقدر رجع مرة ثانية واستفيد منه أقدر محمد الفتلة رجع مرة ثانية واستفيد منه فأعتقد أن واحدة من مزايا كاستر ونقادر يشتغل مع المجموعة كلها تريبان في مثل هالمواقف أوكي في جانب رغبة من اللاعب حضور تركيز استعداد بدني ونفسي للمباراة لكن يبين المدرب اللي قاعد يشتغل مع المجموعة في نوعية مدربين خلاص ذولهم الأساسيين وأتعامل معهم وفقا على هذا الأساس والبقية يشاركون في التمارين في التكسيمات بس ما ركز عليهم بشكل كبير لما أنت تدخل عنصر جديد من فترة غايد ويكون حضورة جيد هذا واضح للمدرب قاعد يشتغل على المجموعة كاملة فهذا الشيء أنت ما تشوفه ما تحضر التمارين لكن تقدر تقراه من أداء اللاعبين في المباريات الجيد في النصر أنه بأمانة من زمان زمان أنا ما شفت حالة هدوء وسلام والفريق منطلق ومركز وروقان في النصر قل لي زي اللي قاعدين نشوفها في الفترة الحالية قطع أنه النتائج الإيجابية له دور صحيح وأن السلسلة الانتصارات اللي قاعدة تصير بتخليك تشتغل وانت هادي وأروق والضغط عليك أخف لكن الجو المناخ العام في النصر الفترة الحالية أعتقد أنه في حالة رضا كبيرة جدا على هذا الفريق ولو هذا الفريق ما توج بالدوري نهاية الموسم أنا بيقول لكم من الآن من الجولة 13 هذا أفضل نصر ما فاز بالدوري يمكن أنا شفته في حياتي لو أنهى الموسم خلف الهلال كمركز ثاني أنا ما شفت النصر في سنة كويس وكان قادر أن يكسب الدوري وما فاز فيه لو صارت معها السيناريو هذا الموسم لأنه فريق رائع جدا كل فريق فيه مشاكل أبو عالية أنا أعرف أنه الآن بالوضعية الحالية نحاول نقيم الفريقين الهلال والنصر بنتكلم عن مشاكل دفاعية في النصر أكثر من الهلال وبنقول أن الوحدة رجع عليك وسجل وكان منه ممكن أنه أنت يعني تتعرض الحرج في المباراة صارت في دوري أبطال آسيا صارت في أكثر مكان ما فيه فريق بدون عيوب لكن الفريق على الأقل في الشكل الثاني اللي هو الشكل الهجومي رائع جدا عنده حلول متعددة فكرة أنك كل المباراة تسجل ثلاثة أربع أهداف ويلغي لك قولين ثلاثة معنات أنك أنت قادر أنك توصل بأكثر من طريقة وأكثر من حل فأعتقد أنه شغل كبير جدا اللي قاعد يسوي يعني خليني أقول لك أبو علي أربع أشياء إن شاء الله ما نساهم أربع أشياء يعني عاطة النصر خلنا نقول هذا التوهج القوت وجود قائد وهذه تراها لا تشترى يعني أن عندك قائد تراه صعب جدا تراه مهم جدا أنك تأسس لعيبتك الصغار المواهب دولي على أنها ممكن قادات المستقبل تراه هلال فأدة كثير سلمان الفرج سلمان دوزي مساء أن يكون عنده قائد في الفريق سنوات طويلة وفي أندي كثير الآن من أندة القمة في دورينا ما عندها قائد شي الثاني المرونة التكتيكية اللي يملكها ومش المدرب اللاعبين يعني أي مركز وتعرف يتحطه وسط أيمن وسط أيسر ترطب متأخر حتى قادر يلعب بروز الفوجة تحطه متأخر تحطه وسط سار ووسط نفسي كلام علماني قلت لسل الكلام حتى عبدالله خيبر يلعب كمحفار متأخر لعب كظاهر أيمن ففيه مرونة تكتيكية وقدرين تكيفون اللاعبين على أي طريقة لعب ممكنة شي الثالث هي أن الفريق يسجل بكل الطرق هذا ترى أصعب الفريق ممكن تنافسه على دوري إذا صار الفريق هذا قادر يسجل من حل فردي من كرة ثابتة من تسديد من رقنية من مهارة من عرضية من عرضية من دفلكش أي ناكل الهدف من فلانتي أي ناكل الهدف فهذه من أصعب الفرق اللي ممكن تتنافسها على صعيد الدوري لأن فيلاحظة بجيب فيك هذف يعني المباريات اللي تتعف فيها أو أنك تكون صعبة عليك تسهل عليك الحل الثردي أو الكرة الثابتة يعني اليوم خليقل تلس فك المباراة وريح النصر تريح هكذا حلو لما جاب لفها وهو ثالث لاعب يسجي كرة يعني عندك رونالد وتلسكا قد الحين تلس فوين رايح رابع شي التعامل مع الغيابات يعني قد ما يغيب الفريق فيه يعني فيه فيه أكثر من مباراة غاب عنده ثلاثة أربع عناصر والفريق يروح وينتصر يعني اليوم مثلا مدافعين ولاعب بسط خلي القثارات العيبة غايبين عندك وانت تفوز ومهي المرة الأولى يعني نصر تقريبا في الجولات اللي هي ستة والسبع أو المباريات الستة والسبع الأخيرة كان عنده سلسلة غيابات كبيرة ومهو لاعب ولا لعبين تكلم عن ثلاثة وما فوق أربع لعيبة وهذه صراحة شي يحسب كثير لكاسترو يحسب إدارة المنظوم وترى النصر يعني ما جاك أو ما جا في حالة خلينا نقول بدنية جيدة بقدما تعرض الضغط مباريات لعب تقريبا نصف ساعة إضافية في نهاية العربية لعب نصف ساعة إضافية ضد الاتفاق لعب مباراة إضافية في دولة عبطال آسيا فهذا الضغط أو كمية المباريات والحمل البدعي اللي على اللاعبين مفروض أن ينعكس على هبوط مستواهم شوي تصير فيه فتور في العضلات اللاعب يتعب يبغي يهدي وإذنك تسوي عملية المداورة هذه والمداورة هذه جاست تصير والغيابات والإصابات جاست تصير الإيقافات جاست تصير والفريق جالس يمشي فهذا النسق المرعي خلينا نقول لك يعني فريق جايس تجي أربع هداف في كل مباراة ترى أوكي الفريق استقبل ترى لو تلاحظ المباريات الثلاثة الأخيرة ما في ذيك المساحة أو الفراغ أو الهجيمات اللي كانت تكلمين بداية حلقات لما نقول في كوراة طولية من ثلاثين ما عدت تصير هذا الشي أو قل بنسبة كبيرة ما تغير العناصر حتى يعني اليوم الوحدة تقريبا ما عنده أي انفراد بهذه الطريقة في مباريات كثيرة بداية الموسم يمكن يشوف ثلاث أربع خمس انفرادات توصل فهو عمل كبير من كاسترو إدارة للمنظومة وجود قائد مثل رونالدو قادر يحفظ هذا الفريق يحافظ عليه في أرض الملعب لما يكونه بضغط كبير يحاول يضغط على الحكام يحاول يضغط على على لعيبة المنافس يحاول يوترهم شيء طبيعي ووارد وحتى لما تكون يتعادل هو في غرفة الملابس عندما يتكلم مع اللاعبين اللاعب هذا القيم والمكان والتاريخ يقدر أن يعطيك بعد ثاني فهو تقريبا خلينا نقول رجل المهمة الصعبة أو رجل المهمات الصعبة في كرة القدم الآن مع النصر يحاول أن يأخذه في هذا السباق الصعب على لقب الدوري يشبه شوية يبقى علي هذا السباق تومو جيري ريال مدريدو برشلونة يعني فعلا ريال مدريدو برشلونة في ذروة تنافس رونالدو وميسي كان أحيانا تجيب فوق تسعين نقطة يعني تكلم عن ثمانية وثلاثين جولة فوق تسعين نقطة طرح عادي ممكن أنك ما تفوز بالدوري لذرة أن ريال مدريد في مرة وبرشلونة في مرة كل واحد منهم جاب مية نقطة عشان يفوز بالدوري يتفق معك في نقطة أنه كريستيانا ورونالدو تشعر أنه غير شيء كثيرا في النصر قائد وله تأثير واضح على كل عناصر اللي موجودة مع الفارق الكبير جدا يعني بينهم كلاعبين لكن الصبغة القيادية اللي موجودة عند كريستيانا ورونالدو أعتقد أن النصر فاقدها من فترة حسين عبدالغني لما كان موجود مع النصر في بداية العقد الماضي مع فارق يعني اختلاف طبيعة المرحلة بين ذاك الوقت والآن يمكن في رقية 2018-2019 ما كان عنده اسم كبير جدا كقاد داخل الملعب ومهم جدا أنه القاد يكون هو عنصر مهم ونجم وفعال عكس لما يكون لاعب موجود على دكة البودرة صح إنه مهم ولا تأثير في غرفة الملابس لكن لما يكون ينزل معك الملعب ويتحمل مسؤولية ويكون هو نجم الفريق يفرق بشكل كبير جدا مع بقية العناصر أعتقد فيه شيء ممكن نقول أبو عالية عن النصر أنه المرحلة الجاية لابد أن يتم التعامل معها بحذار صحيح النصر ما حظي بأفضل عداد في الصيف لأنه كان كثير تنقل لعب مباريات مستوى عالي مع الإنتر مع باريس وسافر كثير ولعب في بطول العربية فبالتالي المرحلة الجاية تحديدا يناير لما نوقف حوالي 40 يوم عشان كاس آسيا كيف تتعامل معها من أجل أعداد الفريق للنصف الثانية من الموسم لأنه الأخبار اللي ظهرت أنه النصر سيكون عندها جولة في الصين خلال يناير يعني ممكن لأنه الدوري موقف واللعبها موجودين مع المنتخب فبالتالي وقت طويل جدا واشبه بفترة إعداد جديدة فممكن فريق أنه يجد فيها مجال أن يروح ويقيم معسكر فيها جانب ترويج إذا صحت الأخبار والنصر سيحصل منها مبلغ جيد لكن بشكل عام فترة الإعداد أنت تحتاج أنك تدرسها بشكل جيد على أساس أنه النصف الثاني من الموسم تعوض ما فاتك لأنه الإعداد أعتقد معظم الأندية عندنا هذا الموسم ما كانت مثالية بسبب أنه صفقات كثيرة صارت تخر وبعضها جزء كبير منها تأخر بطول العربية اللي كانت تأثيرنا جت في يوليو في مرحلة الإعداد بالنسبة للأندية فبالتاني لابد أن تدار هذه المرحلة بذكاء العام الماضي واحد من أهم الأسباب اللي أدت إلى أن موسم الهلال ينتكس في النصف الثاني من الموسم هو الشيء اللي سوا دياز في وقت توقف كاس العالم لما أعطى اللعيبة إجازة وقال أنه عندي عدد قليل عندي 12 لاعب موجود في المنتخب فبالتالي العدد اللي عندي قليل ما أقدر أسوي تمارين تكسيمات وقال أعطى اللعيبة إجازة هذا كاس العالم طاح الفريق بدنيا فالمرحلة ذي حساسة جدا كيف تتعامل معها بالنسبة للنصر لأنه الشكل الحالي للفريق كادر أن يروح إلى أبعد مدى في كل البطولات لكن السؤال هو بالنسبة للنصر وبالنسبة للهلال هذا الشكل هذه الفورمة كيف تقدر أنك تطولها هل هي 10 جولات 12 جولة وبعدين بيجي ترب ولا بتكون 20-25 جولة هذه تفرق ليش أنها كل ما أطول كل ما أجمع نقاط أكثر وأفرق عن منافسيني فبالتالي عندي هامش خطأ أكبر منهم نرجع ونقول مشكلة النصر وأزمته أنه بدأ الموسم فعليا ناقص 6 صحيح كان مخصوم منه 6 نقاط فقدها والجولتين حيقعد يركض طول الموسم عشان يعوض تخيل 11 مبارا اللي لعبها في الدورة الأخيرة تعادل واحد بس النصر احتاج 11 مباراة متتالية يفوز فيه 10 منها ويتعادل المباراة وحده ولا زال بربع نقاط متأخر فكارثية الـ 6 نقاط مصيبة كانت على الفريق ولعل لعل أجت في وقت خلنا نقول يعني بداية الموسم مفوضة يكون في تعثرات هذا الطبيعي اللي يصير فيه أي دولة في العالم وعادة أني وعلي أنه الدور الثاني لما الأندية اللي في المؤخرة ترتيب تعاني وتبقى تحافظة وتبقى تكثر تعثرات الأندية الكبيرة ولما برضو الأندية اللي تنافس على مقاعد آسيوية تحاولها تفوز تكثر تعثرات الأندية دائما الدور الأول أو البداية الموسم الفوز تلاقب تستمر تستمر فترة طويلة الدور الثاني يبدأ ينتكاس والفريق يبدأ يتعثر هنا يجي دور تفوز بقى المجهود بأقل بأقل التكاليف على قوله تفوز حتى بالواحد صفر وعادي وبيأثر عليك جدا أن يكون عندك عباد وليين كثير 16 لاعب في النصر يمثلون منتخبات الوطنية سواء منتخب السعودية أو منتخبات العالم من لعب الأجانب رقم ترى موسهل 16 لاعب سفر فأبدا رقم موسهل وعانى من الهلال في سنوات طويلة لما كان عدد كبير من اللعب تماما المنتخب وبرضه في كاس العالم لما لعب برتم عالي في كاس العالم من لدات البدني حق لينارت كان عالي جدا ترى هو اللي بعد كان سبب فيه أن الفريق لما نهار بدنينا وجدت لإصابات العضلية الفريق اللي في الدكة ما عندك أحد كله ميت بدني صحيح يمكننا نياك أبو عالي أن نحب نستشهد كثير بالنماذج الأوروبية قبل أن نتكلم عن مباراة الأهلي وضمك هل مر عليك طوال سنوات متابعتك الكرة القدم أن فيه فريق يغير مدربة ليلة المباراة لعبنا يمين في المعسكر وبكرة بيلعبون يطلع خبر أن مدرب هذا مشه ومدرب هذا جامل كان أنا صارت أنشلتتي أغرب شيء شفت الحياتي أنشلتتي في ميوفنتس دخل بشطين رئيس النادي اللوفاكاتو ذي كل يانش اسمه يعني اللب قال مع الباب بين الشطين ما أدخل سلطاني كيف ذرو أنشلتتي القيم المكان العالي في كرة القدم هذه صارت يعني مباراة الخدود والحزم ليلة المباراة طبعا اليوم الثاني الساعة ستة المساء راح تلعب بالمباراة بين الفريقين فالليلة اللي قبلها 11.45 دقيقة تقريبا حساب نادي الخدود على تويتر وعودة المدرب مارتن سيفيلة اللي درب أبها واللي هبط مع العدالة الموسم الماضي جاء بأوكا مدرب جديد للفريق وقادم في أول المباراة ونجحوا فيها لهم يكسبون الحزم ممكن ساعد الخدود هالموسم منه كسب الرياض كسب الحزم الأندي اللي قريبة منها يعني في صراع الهبوط لكن حالة غريبة جدا صراحة ودورين يعني قدمت تقول أنه اوكي تعلمنا وراحين لمرحلة جديدة وشيء جديد قاعدة تصير تتطور عندنا لأنه دائما كذا تقدر نهاية الموسم طلع لك كذا قرار كذا لقطة تقول عنها هذه ايش ذا جوري سعودي يعني أنا في الرايد عاجبني كثير التعامل مع المدرب يعني يعني عاجبك فريق المركز لا 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 عاجبني تعامل إدارة مع المدرب يعني الفريق اللي مر بفترة خسائر متتالية من الجولة واحد إلى الجولة 11 الفريق ما جمع لأربع نقاط الجولة 11-12 تقريبا جاب فيها أربع نقاط فخمسة زايد أربع تسع نقاط فأنا حاب الصبر عن المدرب وأتوقع أنه رح رح يلقي بضلالة على الرائد في قادم الجولات ويشوف الرائد توقع في مراكز أو هو بيكون مهدد بالهطبوط بس ما أعتقد أنه رح يكون أحد الهابطين الأكيد أنهم لا يقيلون الليلة المباراة باردة أخيرا شوفني يأسني بجيكيت متيدم 2-0 كانت مباراة يعني رايحة كده سهلة فائز فيها ومرتاح ولكن تنقل بعدك 2-2 تستقبل الهدف رقم 16 في الدوري عنادي زي الأخدود اللي استشتلها زي الاتفاق زي الفيحة زي تروح عندك كثير ترى ماوصل لهذا برقم 12-13-14-14 والأمدي لفوق ماوصلت هذا الرقم تستقبل هذا العدد الكبير في 13 جولة يعني تكلم عن هدفه نصف مباراة على الوحدة نادي بقيمة الأهلي مهو شي سهل في نفس الوقت سياق المباراة أو طريقة المباراة أو ردة الفعل على المباراة تبينك في مشكلة في مشكلة كبيرة جاء ستصير في عقلية اللاعب الأهلاوي أنا هنا تكلم عن التعامل تشعر في كتير من الأحيان من بجاية الموسم خليك من الأخطاء الفردية اللي في الدفاع حنتكلمنا عن كل شي تكلمنا عن أن الهجوم هو الثلاثي ما يسجل تكلمنا عن الإصابات تكلمنا عن جودة اللاعب المحلي عدم وجود قاد تكلمنا عن كل هذه الأشياء ولكن تشعر أن الأهلي في كثير من المرات فريق ردة فعل مش فريق فعل فريق ردة فعل لما خسر من النصر رجعوا وعفوا تعادل مع التفاق رجعوا وكسب من براهلي بعدها لما خسر من أبها رجعوا فازع الرياض ثلاثة لما تستقبل هدفين من النصر رجعوا وقاتل ويرجعوا في المبارا فريق تشعر أنه ردة فعل مش فعل وكيف يكون نفسك أصلا أنت كفريق مرشحين كنت تفوز بالدوري أو جمهورك أو قدرك وضعك أنك مفوض يكون هدفك الدوري كيف تكون عقليتك في تعامل مع المباراة يعني المباراة نسجدني فيها 2-0 كسرة المباراة اقتل المباراة يا أخي أي طريقة إن كانت تقدر تنهي المباراة وإنت فايز ومرتح صعب المباراة وتستقبل هدف ديقة خمسة بين وأنا كنت جالس مع الدائرة المقربة عندي قلت يعني بيجي التعادل كذلك شعرت أنه بيجي التعادل يعني حسيت أنه مو شي غريب على الأهل أنه بيجي التعادل يعني خصوصا ذا الموسم يعني العقلية الانتصارية هذه لازال الفريق يفتقدها مع الجانب الكبير اللي غيرها يسلي في فريق لما حط فيقة صالة لب جان أبعد أو شكل ثاني لفيقة على مستوى الأداء على مستوى التعثير برضو لما أو برضو مشكلة المشكلة الأعظم بالنسبة لي اللي هي الإصابات العضلية اللي يعني منها ماكسيمان يعني ماكسيمان الآن هذه المباراة الثامنة على التوالي أربع من اللي قبلها طلع للإصابة طلع مع المحدة الإصابة طلع مع الهلال الإصابة طلع مع ضمك الإصابة وفي بعد برضو مباراة ثاني طالع للإصابة يعني الرجل في ثمانة مباريات أربع مباريات ينصاب ويطلع هل اللاعب جاسي يعني يضغط على نفسه هل هو يضغط على نفسه يأخذ ذبره يضغط على نفسه ولا أن اللاعب فعلا عنده مشكلة وإصابة مموزة منها وعضلية يعني مو منطقي قاعد تصير أنت لو ريحت ثلاثة سبيع هو يصابة عضلية كان أنت خمس مباراة التالية استفدت من استفادة كاملة صحيح يعني حتى بتلاحظ أنه كثرة الإصابات في الأهلي يمكن صارت معك يسيم محمد المجحد كذا مرة كذا مباراة يستبدل بداع الإصابة داخل المباراة بس تحسي بوعاليا أنه الشيء هذا اللي صار في الشوط الثاني أنت شفته كثير هالموسم وأنا ما بحاول أربط أقول أن الأهلي يتقدم في النتيجة بعدين فريق الثاني يرجع عليه لا لسبب ما المنافس يحطك تحت الضغط في شوط الأهلي ما يعرف تصرف في مباراة النصر النصر عادة في المباريات اللي سبقت مباراة الأهلي أنه يعلي الرتم عليك إلى أعلى درجة يعني كأنه واحد دايس بنزين حاط رجل على آخر شي في أول نص ساعة فلما علل النصر عليك الرتم في أول نص ساعة أنت ما قدرت تتعامل مع الموضوع وفلتت المباراة من يدك ضد الهلال لما الهلال دخل عليك بضغط عالي في بداية المباراة الأمور فلتت من يدك لما تقدمت التعاون على التعاون وكان طبيعي ومنطقي أن التعاون يضغط عشان يرجع عليك قدر يرجع عليك ضمك سوى معك نفس الشي أو ها سوى معك نفس الشي المرة الوحيدة اللي شفت الأهليين حط في موقف زي هذا وينجو كان أمام الاتحاد اللي أصلا ديك المباراة هي جاية في النص بين سلسلة المباريات هي سيئة للاتحاد في الفترة الأخيرة وقلنا بغض النظرة وقلنا الاتحاد كويس فكرناك تألقت في مباراة ومندي كان بطل الليلة فأنت في مرة من خمسة أو ست مرات أنت لما تنحط تحت الضغط الفريق يعاني من مشاكل بعد مباراة أنا لفتني تصريح رياض محرس طبعا في الفلاش انترفيو أنا كنت في الستيديو التحليلي في المراسل اللي كان تابع السسي اللي مفروضي عن اللقاءات مع اللعبة ما سوى اللقاءات اللي رفضوا تصريح ما في الواحد منهم كان يبغى يصرح صار الموضوع في مباراة أنا كنت موجود فيها بس طلعوا اللعبة صرحة وبس ما كانوا اللعبة النجوم السوبرستار في الأهلي لما خسرها لخمسة واحد في مباراة الفتح وأتذكر يوم حتى في الستيديو التحليلي تكلمنا عن ذا النقطة أنه لما أنت تخسر بفرض اللعيب الكبار يطلعون يتحملون المسؤولية وهم يواجهون الجمهور يواجهون الإعلام بعد التعثرات اللي من هنو لكن بعدين برا واللعبة طالعين والله أنا ما بغى أقول تسمي خاطئ ميكس زون أو مدرش زون اللي برا كان في تصريح مهم جدا رياض محرس تكلموا وقال أنه يعني بنبرة ملأها الإحباط أنه إحنا كنا كويسي بس ما عارف أن نكسب المباراة وزي اللي يقول أنه الموضوع هذا صار معنا أكثر من مرة وإحنا ما إحنا قاعدين نلقى حل كما أنه يقول الحل مو بيدي أنا الحل بيدي المدرب اللي جالس على الدكة لكن فكرة شوف أنا ما بغى تبنأ ما بغى أقول رأيي وصير كل حلقة دافع عنها فكرة أنه الأهل اللي أفضل معي يسلوا بالعناصر ذي هو اللي يقدير يطلع منهم لكن ليس بالضرورة أن الحل ترى في يد المدرب يا أخي ضمك اللي تابعك كل مبارياتهم الأخيرة الجنح اللي عندهم نكوده واحد من أخطر المفاتيح اللي موجودة عندهم صحيح يعني كحل هجومي بالنسبة لهم بدأ المباراة بواحد من الأظهر المميزين الجيدين ضار يعني زي هذا الموسم في الشوط الثاني غير ونزل عبد الرحمن العبيد الهدف الأول اللي سجل أضمك عليك اللي هي رأسية فاروق شافعي جايب عرضية ابن يسار من عبد الرحمن العبيد من المفروض يدافع في الجهة هذه رياض محرز رياض محرز ما رح يدافع فأنت جي تقول العلة في المدرب أو المشكلة في المدرب المدرب فيه مهام يطلبها من اللاعب طب لا ما يسويه طيب هل المدرب يتحمل أن مهاجم الفريق ما يسجل هل المدرب يتحمل أن الفريق ما ينحط احت الضغط أجنحته ما يدافعون بيقولك واحد طيب يخي ليش ما يغيره ترى مسألة أنه واحد زي يسلع في الثلاثينات من عمره أعلى تجربة بالنسبة لنا درب سلزبورغ النمساوي يطلع واحد في الدقيقة خمسين ولا ستين زي رياض محرز وجلسة برعش ينزل واحد يدافع هذه ثرى جريئة ويصير فيها كلام في غرفة الملابس ويصير فيها نقاش ما بين المدرب وبين اللاعب يعني ما هو بين مدرب يقدر يسويه وانت ما تقدر تسويه للم يكون هناك ثقة مطلقة فيك أنت كمدرب ويعندك سجل من النجاحات اللي يحميك ترى غالبا بعضهم مدربين لما ياخد قرار زي ياتر تكون هذه لحظة الفراغ لا ما بقول الفراغ أنه بيجي أحد ويمشيك بس هذه لحظة اصطدام مع النجم ممكن تكبر تصير في غرفة الملابس فيصير نفس اللي قلنا عنه بين نونو سانتو وكريم بن زيمة فتكبر الفجوة فيصير إذا أنت تجرأ عليك لاعب يبدو يتجرأ الثاني والثالث ثم تفرط السبحة ثم تفسد الأمور أنا ما أقول أن الصح أنك تخلي اللاعب حتى لو كان سيء ولا أقول الصح أنك تخلي اللاعب بس ترى الموضوع الصعب جدا بس تعمل حيطلع بعد المباراة تسمع كلام رياض محرز ستشعر أنه محرز بريء وهو المذنب طرقة لا يكون بضرورة هو المذنب لأنه في بعض المهام ما تطلبها من لاعبين اللاعبين ما رح يقدون وأنا أقول لك من قل لك كلام ده في المباراة الهلال أنه يرجع أجيب لقطتين ثلاث موجود في الثلثة الدفاعي والموجود في الثمانطعش والقريب المدافع لا يعني أنه ترى يقدم مباراة ملتزمة في الجانب الدفاعي أنت عندك مشكلة أنك كل مرة تنحط تحت الضال فريقك ينكشف دفاعك ما هو بفضل دفاع وحارسك ما هو بفضل حارس واخطاء فردية يعني قبل المباراة في الاستوديو التحليلي كذا تحاول تأخذ حالات فنية تتكلم وش بصير في المباراة تتنبأ وش بصير في المباراة طب وتنقم الأخطاء التفاعية للأهلي الأخطاء السهلة يعني متأكد أنه مشجع الأهلاوي الآن وأنا أسرد له بيتذكر غلطت خلق مباراة الفتح اللي صار فيها غلطت مندي في أول مباراة ضد الحزب الكرة اللي أهداها لهم غلطت علي ماجد الرشيف في هدف موسى بارو الثاني ضد التعاون غلطت بسام الحريجي في هدف تالسكة اللي كان في مباراة النصر غلطت إبانيس في مباراة الهلال طب وتنق أفريك كلها قعد يرتكب كوارث في الفتر الأخير ونهيك عن البلنتيات ونهيك يعني كل عناصر باصة هنديرت جح في مباراة أبها لو نبدأ نستذكر ثره ممكن نسرد لسته وعال فيها على قلع عشر هداء وأنت تتكلم هذا كلها صار في 13 جولة زائد مبارتين كاس ملك كل هذا صار في 15 جولة ترى هذا كم أخطاء يصير في خمس مواسع أنت ارتكبتها في 15 مباراة فهو رقم مرعب جدا فما أقدر أجي كل هذه غمض عيني عنها وحط نصب عيني المدرب أقول مدرب هو أرجع وأقولك أنا ما عندي والله علاقة شخصية معايا ياسلة وأزعم أن يماني بالشخص اللي بقول رأيه وأقعد طول حياتي يدافع عنه حتى لو تبين لي أنه ما بصح لكن أعتقد أن وضع اللائمة على ياسلة وكماله أنه سبب كل شيء سيء في الأهلي صراحة فيه تجني كبير بالنسبة لك أنا أتكلم عن نفسي وبعلي ما يهمني ياسلة لاعب ما يهمني يعني يهمني الأهلي كيف يتحسن مستوى إذا ختم بالمنظور هذا الأهلي كيف يتحسن هنا أنت بدأت تفسر الحالة وتعرف كيف تتكلم فيها واضح المشكلة واضحة وجليل يعني الأخطاء الفردية لما يقول لك الهدف اللي ما رجع في رياض المحرز أوكي أنا ما أخالفك بس أنه أنت كمدرب تعامل مع رياض المحرز كنجيم أوكي لا تدافع رياض المحرز مثل ما كان رالدو ما يدافع مثل ما كان نيمر ما يدافع مثل ما كان تروحش ما يدافع مثل ما كان تلسك في سنوات ما يدافع فأنت تعامل مع اللاعب الموجودة عندك وفق وفق تاريخ وعشان ما يكون بينك وبينهم صدام يأدي إلى فرق طيب ما ودي أروح كثير في الأهلي على الأهلي تفصص فيها وضعي لأن صراحة يعني الوضعي صاير فيه اللي صاير فيه الأهلي في هذا الموسم بعد الرجعة ما كانت من الظهور بالطريقة هذه خصوصا أنها بطولة وحدة فقد كاس الملك دوري بقي لـ 21 مباراة فقط لغير فتركيزها لـ 21 مباراة ذي بناخذها شوي صحيح هو ملف كبير أصلا موضوع الأهلي يعني تخليك حتى من منافسة هذا الموسم للقادم للمرحلة الجاية وش الهداف للفريق يعني منطقي اللي ينافس عليها في الفترة الحالية ومستقبل الفريق كيف الفريق قاعد يتشكل بعد العودة مجددا كيف تتعاطى مع المركات وبعد المركات الضخم هذا أعتقد أنه موضوع يستحق صراحة أننا نفرد لمساحة أكبر من الحديث عندنا أسبوع فيه فالدوري واقف فيه وبإذن الله تعالى بيكون معنا يعني اسم أهلاوي الأهلاويين يعني أزعم منهم يحبون ويحبون يسمعون منه فأحنا نتناقش حوالين هالموضوع من هو أبو علي نعطيه مساحة قل طيب من هو وشيكم خبيه هسن كده هسن سر سبوع الجاي بتشوفونا تقول أبي أبو علي سحرناك اليوم الله يعافي توصل البيت هل شي سالم يخييندي سؤال كده يدي ساكية بزمان أسأل كده أسأل لماذا أبو علي من يوم أنا طبع السؤال طبعه ما قلت لك ولا في جلسة معك وماذا كيف واضحنا مهم طالما خليتها لآخر لا طرف بالي كده هج طرف بالي ذا حين ليش أبعلي شخص ما هو ما هو اجتماعي يعني أنا أتذكر من 2014 ذلك الفترة ما تعرفت عليك أحاول أطلع معك كده من بيت وتي بيت ولا يمكن نمط شخصية يعني في واحد أحبه من رأيب وعالي أحبه جدا اللي هو المسيقار الكبير رياض الصنباطي فكان على زمانهم الفنانين يعني الملحنين والجماعة ذو اللي عندهم حياة اجتماعية ويحتكون بالصحفيين والفنانين هو كان عنده غرفة في البيت يقول هذه صونعتي أنا أقعد فيها وصك على نفسي الباب عندي لحن جديد طلعتها سمعتها الناس ورجعت وصكت على نفسي في الغرفة أوكي أنا ما أزع مني أنا هذا الشخص لكن أعتقد أنه أحيانا أن انطواء للإنسان على نفسها وانكفاء للإنسان على النفس العزلة العزلة وأي إن كان شكلها يخلي الإنسان دائما كده في حالة سلم و هدوء فبالتالي الأفكار تطبخها وتمزمز عليها في رأسك وبعد كده تيجي تقدمها للناس بالشكل اللي أنت تتبغى الحياة الاجتماعية أكيد أنها شيء مهم جدا ولها دور كبير جدا في أن الإنسان يصل جيدة لكن الناس مذاهب وأساليب عشان كده ترى اللي يعرفوني في تويتر إلى عهد قريب كان عندي الهدر دائما ما شلت لقرأي وصورة أبو أحمد رياضة الصنباطي لأن الصفة هذه تحديدا فيه تعجبني وترى قالتها عننا مكلثوم لما سألوها عنك ملحن أوكي استطراد فني هذا في هذه الحلقة توقعونها بتمدح وبتقولونها ملحن وعظم قالت هذا أكثر شيء يعجبني فيه إنه وصاك على عمره في البيت ما يطلع كثير زيني تحملتك كنت واثق لك يسان أجزاك أعافي أعافيك أعافيك الله عافيك شكرا لكم شكرا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة عبد الرحمن عبود في التصوير وفي الإضاءة ياسر كتشة عبد العزيز المزي في التسجيل وهندسة الصوتية في التحرير مرامض بيبان وفي التلوين عبد المجيد العطس وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي الإشراف على الإنتاج رزان إجهيثم وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة الثمانية النشر والتوزين إلى أن نلقاكم بيأمان له